موسيقى فعلا أيام بنعيش كلنا مع ضيوف الوطن مع ضيوف كاس الأمم الأفريقية الاثنين وثلاثين ضيوف الكان الفين وتسعة عشر لما حتشوفوا ردات الفعل العالمية ومستوى الإشادة الدولية باللي بيحصل في أرض مصر من ملاعب واستضافة وتنظيم وافتتاح مبهر لا هتعرفوا أن مصر لما تتصدى الحدث بهذه القيمة وبهذه الظروف الصعبة في التوقيت قبل بداية الحدث بخمس شهور فقط وتتمكن من إنجاز الوضع بالشكل اللي انتو تابعتوه واللي انتو هتشوفوا ردات فعله لا تفخروا بمصر بجد أباش منصر ما اللي بقولك في حاجات تمام وحاجات مش تمام كل ما هو نظام تمام كل ما هو إعداد كل ما هو في إطار أنك بتتحكم فيه تمام الشيء الوحيد اللي مقلق الفريق إدارة الفريق ما يحدث وكأن نسترجع أو نستحضر أيام كأس العالم شيء ما بنتعلمش وعلى فكرة إحنا ليه متصورين أن إحنا كنا متوقع اختلاف في النظام أنا بتكلم عن نظام الفريق ممكن تاخد البطولة ممكن لكن أنا بتكلم على شواهد الالتزام والانضباط والنظام أولا أنا انزعجت جدا من حجم الإعلانات اللي اللعيبة تفرغت تعملها قبل البطولة على مدى شهر رمضان وما يليه وكلها يعني دراما يرقصوا ومش عارفوا يلعبوا عنيهم يعني مش ناس دخلة بتمهد لها يعني أنا متخيل متخيل لو كابتن الجهر رحمة الله عليه ماسك هذا الفريق كان الأجواء هتبقى عاملة إزاي لكوننا حنشوف حاجات على الانستجرام ولا تويتر ولكوننا حنشوف إعلانات قبل البطولة ولكوننا حنشوف تركيز أنا أعمل اللي علي أركز أستاذ إبراهيم والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى لكن يبقى الدولة تمت على هذا المستوى والناس نسيت كل مشاكلها حتى اللي كانوا عملين يقولوا مش كانوا مانع عشان الدول وزعلنين كله نسي نفسه وراح دي مصر يا أخواني وقدم نفسه لمصر والناس نظافوا مكانكو حاضر عموما هي وش طوابير حاضر التفاصيل فيها كتير من يعني أحداث فيها كتير من التفاصيل مؤكد إن احنا هنقت عليها بتأني كبير لكن كمان أعتقد حضراتكو عايزين تطمنوا على الأهلي مش كده ولا إيه معرفش وحد الوقت مشغول بحاجة غير المنتخب يعني أنت مش مشغول بحاجة خلص مش مش هطمنك ومش هتكلم معاك ومش هقولك حاجة أنا عارف الحية البتاعتك طيب كابتن سادقب حبيز خلي بالك خلي بالك في النقطة مهمة جدا أي حصيف أيوه عنده معرض جاله لحد عنده في كل هم نجوم أفريقيا والصاعدين والهابطين والمحترفين والهواه مش محتاجين غير لجهزة الفنية بس تشاور وشاورت يبقى منتاز سازاجة لو شاورت دلوقتي لسه كم جولة كمان أنت تقدر تشاور دلوقتي مين لفت نظرك من اللعبة؟ لا طيب بس على الأل يعني لا هم بص أنت عندك لعبة أجانب هيلة إن ما ظهرش حد يعملك الفارق وحد يكون جايله عرض من لعبتك مش من العقل إنك أنت تعبس في هذه المنطقة لكن لو حد جايله حاجة وحد لقيته يقدر يزد بشكل ممتاز جدا يبقى في هنا الكلام وده لازم يتساب في هدوء وتحت الرادار ومحدش له دعو بحد وما حاولش أنا ما تحاولش طيب أنا مش هحاول لكن أحاول أطمنك على معسكر الفريق اللي هيكون في أسبانيا إن شاء الله كابتن سالعب حفيز مدير الكرة كان سافر هو والكابتن أمير توفيق مدير التسويق تم الاتفاق على ترتيبات المعسكر اللي هيكون في أسبانيا خلال الشهر المقبل الكابتن سيد قال إنه الفريق هيقدي خلال المعسكر مباراتين وديتين أو ربما ثلاثة حسب ما المدير الفني لصارت يقول المعسكر هيكون في مدينة أليكنتي الأسبانية وبيأمل كابتن سيد حسب ما شاف من المعسكر وإمكاناته وقدراته الكبيرة إنه يفي بكل احتياجات الجهاز الفني ويوفر للمدير الفني كل احتياجاته في هذا المعسكر اللي أنتوا عارفين إن الأهل هيرجع منه إن شاء الله يلعب كمان مباراة أو اتنين وديتين قبل ما يدخل في مباراة المأولين المؤجلة في الدوري وبعدها مباراة الزمالك قبل نهاية الشهر اليوليو وده يكون ختام الدوري بإذن الله تعالى باحتفاظ الأهل باللقب إن شاء الله على ذكر اللعاب الأهل المحترفين ولد أزارو المغربي وجونيور أجايين نيجيري الاتنين هينتظم في تدريبات الأهل ابتداء من بكرة إن شاء الله بعد ما تواصل معهم الجهاز الفني واتطمن على عودتهما في المعادل المحدد بإذن الله الأهل هاستأنف أو استأنف تدريباته فعلا من يوم السابت اللي فات بعد الفترة الفترة الرحل اللي أخدها الفريق ويعود للمشاركة في التدريبات تباعا تمرين مبارح شارك فيه أحمد فاتحي وزي ما قلتلكه أجايين وأزارو يكمله التمرين ابتداء من بكرة إن شاء الله علي معلول النجم التونسي اللي كان سافر لمنتخب بلاده ولم يتم اختياره في قائمة كاس الأمم هيرجع إن شاء الله للانتظام بعد أسبوع للانتظام في تدريبات الفريق وهو علي على اتصال بالجهاز الإداري وبيطمنهم على حالته لأنه كان بدأ أجاسه متأخر شوية حسب انضمامه لمنتخب تونس بمنازمة علم معلول أنا اتفرجت على ماتش أنجولا وتونس لا الفريق يفتقد جهود علم معلول تمام من ناحية تكتيكية حتى والشكل الهجومي لأن كان كل لعب المساكن إنه بيفض المساحة دي وبعدين بيلعب بس المنطقة ما كانتش فيها في كل الأحوال اللعيب اللي يقدر يعمل لك الفريق في ناحية المين تمام فأنا مندهش من استبعاد علي معلول جدا تونس اتعدلت مع أنجولا واحد واحد ودي مباراة كانت بريحة الأهل والزمالك لأنه جيرالدو الأنجولي نجم الأهل بيقود منتخب بلاده لعب كبديل في الشروط التاني وفرجاني ساسي لعب تونس لعب الزمالك أيضا لعب كبديل تونس اتعدلت مع أنجولا واحد واحد علشان هذه المجموعة يبقى فيها شيء من الهندية المبكرة جدا لأنه كمان يمكن مالي متقدمة على موريتانيا في الشروط الأول اتنين صفر فبالتالي الصدارة المالي هتبقى واضحة جدا في المجموعة الرابعة النهاردة كوديفور فازت على جنوب أفريقيا واحد صفر إذن تونس وأنجولا هيكون منهم الفريق المتآهل ورمالي أنجولا النهاردة قدمت أوراق اعتماد بتقول للناس لا أنا جاي واخد الموضوع جد أداء في منطه القوة حتى اتأخروا ضربة جزاء عكس طيار المباراة يعني أنجولا بدأ بقوة بعدين جاء ضربة جزاء صحيحة 100% الحكام كان كويس إنما تماسك الفريق الأنجولي وخصوصا في الشوت التاني بعد التغييرات اللي عملها المداري بتاعه ونزول جيرالدو يعني اللعبة أحداثة فارغ جامد جدا أنا شايف أن أنجولا قدمت مباراة أجهادة المنتخب التونسي اللي كان عامل نتائج طيبة جدا فاز على كرواتيا في الإعداد ضرب جرس الإنزال المبكر وأخشى أن يكون تونس قدمت كل ما لديها في الإعداد لأن النهاردة صحيح لما الفريق التونسي بيمسك كورة بتشوف طعم لعبة كبيرة قوي بتشوف أداء بتشوف خبرات وبتشوف خطورة لكن مضغوط عليهم الفوارق البدنية لأ لصالح أنجولا رغم أن أجسام الفريق التونسي فارعة لكن اللياقة واضح أن في أنجولا كانت أكثر سرعة ولياقة وكانت مستحوزة تقريبا على الشوط التاني طيب هرجعك تاني لحالة الأهلي وأطمن الجمهور أن شريف إكرامي حالس المرمى الكبير هيرجع للتدريبات إن شاء الله كمان ثلاث أسابيع أنتوا عارفين شريف كان عمل عملية لاستقصال عظمة زائدة في الرجبة بدأ يتعافى منها الحمد لله تباعا وإن شاء الله خلال ثلاث أسابيع يرجع للملعب ويكون في حالة جاهزية كويسة في فحص طبي كمان لمؤمن زكريا ولحسين الشحات عشان الجهاز يتطمن عليهم حسين كان ريح الفترة رفات كان عنده نازلت برد ومؤمن زكريا كان عنده بعض الشكوى من ألم في الرجبة مؤمن طبعا بعدما كان رجع من إعارة في السعودية جاهز لتدعيم قائمة الأهلي الجديدة إن شاء الله دي يمكن أخبار الأهلي تباعا لكنه في كاس الأمم الأفريقية النهاردة تم استبعاد لعب المونس عدل عشار من بدر المنافسات الكبيرة جدا من اللي حصلة وحالات اللعيبة لعيب الكاميرون جول تاجوي تم استبعاده من قيمة المنتخب بعد شكواه من مشاكل في القلب خضع لكشف طبي فتم استبعاده وكن صفحة الاتحاد الكاميروني على الفيسبوك قالوا تم استقبال نبأ حزين من القاهرة باستبعاد تاجوي لعب الفريق وخيم حزن شديد على المعسكر لفقدان هذا اللعب قال إن اللعيبة لم يستطيعوا السيطرة على دموعهم تم تقديم استقناف لدى الكاف من أجل قبول استبدال اللعب التقرير الطبي أثبت وجود خلل في الشريان التاجي في القلب وده قد يتسبب في تعرض حياة اللعب للخطر في حال بازله أي مجهود فبالتالي وفقا للتقرير الطبي تم استبعاد جويل تاجوي من قيمة الكاميرا نتمنى له الشفاء صحة الإنسان أهم من أي شيء ومن أي اعتبار لكن أعتقد للتحدي الأفريقي هيوافق على استبدال لأنه القادة بتقول كده صحيح وكان نيجيريا عندها بس مش عارف لإمتى يعني هل ده لحتى نهاية البطولة ولا مرتبطة بدور يعني يفترض طبيا مدام فيه حالة قهرية لأنه أنت كمان بيأخذ عن الكشف الطبي في المستشفيات خاصة يعني مش مستشفيات وطنية لا 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 نهانش بقى بقى إحنا مش بنناقش جدية الحالة نه بنناقش اللوائح بتقول إيه هل خلال الدور الأول ولا في أي مرحلة من مراحل البطولة ممكن الاستبدال بدعوة الحالة الصحية نيجيريا كان عندها نفس المشكلة كان في وقت سابق قبل بداية البطولة كان عندها لعبها سامويل كالو كان عنده مشاكل في القلب أيضا وهو في مجموعة الإسكندرية كان حصلت له مشاكل في عضلة القلب وتم إدخاله أحد مستشفيات الإسكندرية ونقل إلى مستشفى كبير أيضا في القاهرة جرت له الفحوصات الطبية الكاملة للإطمئنان على حالته وتم التأكيد على أن حالته تسمح بالمشاركة وأنه ما عنده مشكلة ويقدر يرجع يتمرم مع فريقه وقراره متروك للجانب النجيري ده بالنسبة لسامويل كالو النهاردة زي ما قلت لحضراتكم حصلت النتيجتين والنتيجة التالتة شغالة لكن بعد مباراة النهاردة تونس تعادلت مع أنجولا واحد واحد قال إنجليس المدير الفني الفرنسي للمنتخب التونسي قال في المؤتمر الصحفي وهو زعلان على التعادل طبعا الافتتاحي مع أنجولا قال لهم ما تنتظرواش مني إن أنا أطلع أقول لي وسائل الإعلام إيه مشاكل في رئيتي وليه تعادلت لكن أنا حطت إيدي بالضبط على أسباب هذا التعادل وأسباب اهتزاز الأداء وقادر على تصحيح هذه الأخطاء في المباراتين القادمتين أيضا في المجموعة قال إنه منتخب أنجولا كان منتخب جيد لعب بشكل كويس كان فيه أخطاء عندنا كتير في تونس هنعمل على تعادلها إن شاء الله وقال إن تونس ستكون مهمتها صعبة للغاية من أجل استعادة مستواها في المرحلة اللي جاية لكن اللعبة مقدرة ده كويس ده قال أنجريس لكن سردان فاسيلي فيتش المدير الفني للمنتخب الأنجولي اللي أشرك جيرالدو كبديل وظهر بحالة جيدة في الشوت الثاني قال هذا المدرب إنه مباراة النهاردة مع تونس كانت الأصعب من وجهة نظره وقال إن احنا كنا عارفين كويس قوي إن المنتخب التونسي دارسنا بشكل كويس حاولنا نستفيد من بعض الأخطاء اللي في الصفوف عنده فريق تصنيفه متقدم خبراته كبيرة في البطولة وقال لكننا تدربنا جيدا على طريقة اللعب المناسبة للمباراة وفقا لإمكانات الجانب التونسي ودي جملة مهمة جدا لكل الناس اللي بتحل الأداء الفرق وبتتكلم على المدرب اختار مين وما اختارش مين والناس مش حتى في اعتبارها إن المدرب بيختار العناصر وفقا لظروف المنافس هو دارس الخصم بشكل كويس فعارف قدرات المنافس وعارف مصادر خطورته وعارف نقاط ضعفه فلما بيختار عناصره بيختارها وفقا للحالة بتاعتهم طبعا وجهزيتهم لكن أيضا كنقطة مهمة رؤيته للمنافس ايه وظروف المباراة باشماندس احنا ما هنا متفقين إن الحق المطلق للهزي الفني لأنه شايف حاجات احنا مشايفينها لكن انت وانت بتتفرج من بره كده زي ما تكون داخل السينما مثلا تقول فلان الفلاني ده كان عامل الدور ده احسن مع أن فيه مخرج وفيه منتج يعني ما انتش عارف ظروف الاختيار ايه صحية دائما المتعة في الاختلاف بس الاختلاف الاناضج اختلافهم متع مش راح اه الاختلاف الناضج صحية واخد بالك يعني اللي هو ما فهوش الغاء لفكري اللي قدامك مش أنا انت بتعمل يا أخينا انت المفروض كذا 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 وكأنك صدرت على فكري اه او انا صدرت على فكرك وانا صح وانت في الغلط مش انا شايف كذا وانت شايف كذا اه مش مجرد رؤية اه لكن انا فيه خبر عايز اقرأ ام اجيري اللي لعبين انسوا التليفونات وقربوا من بعض اكتر ام يعني اجيري موضوع انسوا التليفونات ده ده مسألة انظمية اللي متعاود قص دي عادة ام واخد بالك اللي متعاود يبص في التليفون هيفضل يبص في التليفون لانه بقى لعبة بقى ادمان فانت اه يعني كان ممكن جدا جدا اللي عايز يستخدم التليفون في المكالمات والله كان المنتخب اشتراء لهم اجهزة ما فيهاش الفاسيليتز اه اه او التسهيلات اللي بتدي الفيسبوك والتويتر والانستجرام يا دوبك على قد المكالمة التليفون ده بمئة جنيه ولا مئة وخمسين جنيه يتحط فيه شريحة عشان يكلم والناس يكلموا في الاطمئنات وما يصدرش تليفونات ولا حاجة ويبقى فيه عقوبة راضعة للي يكتشف انه مخب تليفون لان احنا مش مش في وقت هزل بالظبط لا الموضوع واحنا الناس كلها تبقى عامل اللي عليها اللعيبة والاجواء اللعيبة ومش كل اللعيبة طبعا فيه قطاع منهم او اغلبهم مسؤول جدا صحية ما تجيش انت بقى تضيع تركيزي انا زي الطالب اللي بيغش ما هو الطالب اللي ما بيغشش جنبه انت بتوعب تقول له ثم انت قاعد تخليه ما يجاوبش هو كمان صحية فانا الكلام بتاع الانضباط اراه احنا بنكرر اخطاءنا باحترافية شديدة من العبار الزهراء واحنا راحين نكسب هناك اه راحين غانا نلاقي بقى ايه الفنانين ونلاقي الوزراء ونلاقي المجلس الشعب ونلاقي سودان ما تشو امودورمان لا امودورمان ده له ظرف سياسي مش عايز اخوط فيه تاني لكن انا بكلمك غانا تروح تخسر ستة وانت مخسرت شوالة مباراة واخد العلبة الكاملة ورجحت غلبتها هنا يعني انت لو تعادلت او خسرت واحد لا واحد تطلع لان اتنين واحد فانا كنت عايز اقول بنحتفل قبل تحقيق نتائك روح نكاس العالم كاحتفالية احنا كده حلوين قوي طب احنا بنحتفل بالنظامه الافتتاح ليه دوركو ايه فيه عمالين نتكلم احنا نتكلم لكن الفريق الكورة ده فيه ثكنة عسكرية مفروض يبقى مش مركز غير بيتفرج على المنافسين اللي حلعبوا طيب ولذلك اما اجيري يقول لك انسوا هو مش بالنصيحة ده بالقرار بالضبط فيه اجراء انما لما لاقي نفس الجهاز المسؤول هو هو نفس اللي بيتعامل مع المنتخب حتى ما تعلمش حاجة من كاس العالم المبررات هي هي مرة يقول لك وكذاه ومرة يقول لك اصله حنتعامل لان دي يعني في حجمها مش عايزين نكبر ماشي يا سيدي انت عايزي داري على فرقيته كعمل بس عايزين نشوف اجراء اجراء يحافظ على تركيز اللعيبة وانضباط الفريق واحترامهم للمهمة الملقاة على عاطقهم واحترامهم لبلدهم والجماهيرهم بالضبط واحترامهم للمردود الكبير اللي حصل بعد حفل الافتتاح المبهر انا قلتلكم في البداية ان دي ايام الفخر بمصر ايام الفخر بمصر لان لما تشوفوا ردات الفعل العالمية على حفل الافتتاح وما فعله المصريون في استاد القاهرة الجمعة اللي فاتت لا تفخروا بجد ان احنا نقدر نعمل احداث ذات قيمة عالية جدا بعد حفل الافتتاح المبهر من اول ال30 وانتنازل الجارديان البريطانية قالت حفل الافتتاح كان مزهلا تحت السماء المظلمة وقالت انه ظهر على ارضية الملعب فجأة 3 اهرامات ضخمة لعجاب الدنيا بالاضافة الى اضواء ليزر حمراء مضيئة جنبا الى جنب من الاضاءة الخاصة ب60 الف مشجع في المدرجات شوفوا المنظر كان فعلا فيه اعلى درجات الابهار والبرهان على قدرة المصريين على الابداع شاركة شاركة الجمهور في استكمال اللوحة الجميلة بالضبط وده انا شفت المشهد ده ها اه في مريال 76 صرفونا قلم كده قلم ما تطلعوش من جيبك ولما والناس قلم تازم اما دين تضل الناس عملت احنا طلعوا لقلم ده لقينة زموردة خضر المدرجة الديلي ميل الانجليزية قالت الديلي ميل الانجليزية قالت افريقيا تتزوق نكهة الفرعنة الافتتاح كان مميزا للغاية شهد عرضا بازياء فرعونية وسلطت الديلي ميل الدوء على حضور 70 الف متفرج في المدرجات ميلور البريطانية ايضا قالت ان حفل افتتاح الكان كان مبهرا وقالت ان محمود حسن تنزيجيه ظهر كبطل في نهاية المشهد وقاد الفرعنة لتحقيق الانتصار الافتتاح البي بي سي قالت الافتتاح مبهر ويبرز الحضارة المصرية العريقة موقع بليشار ريبورت الانجليزي قال كاس الامم الافريقية وصلت القاهرة بالفعل خلاص بدأت الازاعة الدولية الالمانية قالت افتتاح بطولة الامم الافريقية شيء عالمي يستحق المشاهدة حقا بصوا في كل لغات العالم الفرنس فوتبول الفرنسية قالت اشهادة كبيرة بحفل الافتتاح وان الفوز على زنبابوي كلا لليوم الجميل في مصر والحفل الكبير بنهاية سعيدة منذ الديبرتيفو الاسبانية قالت مصر ابهرت العالم في حفل الافتتاح وقالت انه حققت فوز مستحق في المباراة الافتتاحية شوى سيد إبراهيم الفكرة البسيطة المتقنة اللي فيها فلسفة لما تتعمل باتقان هي كلها تكنولوجيا ساعدت على هذا الابار لكن استخدمتها بأروع ما يكون الاستخدام انت اللي خاص تاريخ مصر اللي خاص تاريخ القارة احتفيت بالوفود واحد واحد في هذا المشهد وبعدين طبعا البهجة والأضواء والالتزام شيء كنت تشعر بالفخر وانت قاعد صحية اسبانية قالت ان حفل الافتتاح الافتتاح الافريقي في استاد القاهرة كان مبهرا وانه يليق بهذه النسخة التاريخية للبطولة وقالت ان دي الاول مرة تشهد مشاركة 24 منتخب في البطولة وانه المصريين بيقدموا ملحمة رائعة جدا انفنتينو رئيس الفيفا كان مبهور وقال انه حضرت مصر فعلا ملهمة وانه القاهرة استادها له سحر خاص جدا وقال ان هذا الافتتاح يليق فعلا بقيمة مصر دمك دي التنورة بس من فوق يعني شوف كمان فيه خيال الكوريوجرافي بتاع الناس اللي عملت هذا الابتكار لا فيه خيال حلم انك تاخد حاجة شعبية عندك التنورة دي تستخدمها وتوظفها بزبط انها تعملك تبلغه وتيجيبه من فوق ايه الجمال ده بزبط يعني انت كنت قاعد سعيد حتى حتى البين سبورت ما قدرتش ايه اللي ان تشيد افتتاح مبهر هو ده يعني هو ده اللي انت عايزه ان يحترمك العالم ويحترم ادائك لذلك انا اما بقول اللعيبة انا مش بقصو او برخم لا عايزهم يكونوا عايشين معنا زي الحالة التركيز الكامل في كل الايجابيات الايجابيات كلمة حلوة فعلا ركز على الايجابي خليك ايجابي عايزين ننقل نقلة كويسة الحلقة اللي فاتت قلت المونس عدلي وهو بيقول لي طيب عايز حاجة تانية قلتوله اه عايز حاجة عايز حاجة من الجمهور المصري هنفكركم قلنا ايه للجمهور المصري وهو عمل ايه على ذكر الايجابي اخذ المنتخب كله تحت ضوابط شديدة جدا في معسكره لكن كمان الجمهور اكتر من حد قال لي نفسي يشوف لقطة يابانية في المدرجات المصرية نفسينا نلاقي الجمهور اللي معاه الكيس بتاعه بيلم كل حاجة اه اي بينظف مكانه ورق اه اي شيء يلمه ويسيب المدرج نظيف ساعتها نبقى فعلا على خطوة مهمة من التغيير النوعي الحقيقة دي دي كلمة مهمة جدا والمشهد اللي شفناه مجموعة من الشباب بتنظف مكانها هزي الاستجابات دي لا لا فكريتك بص الجمهور اهو ده جمهوره ديول اللي عايزين نحييهم اه اه انا عايز ادلعك ما تديني فرصة يا اخي اقولوا اتفضل انا ملمتش حاجة لا اختراحك اشمل من الدا اه وتمن عليه وااكل عليه الكابتن والي صلاح اه هلك انا مش عايز ناس تتطوع عنها تنظف مكان الجمهور انا عايز الجمهور هو كل واحد يمنظف كرسي ومكانه اه تلي احنا قلناه فانت يبقى سبعين الف واحد دخلوا خرجوا بمفهوم وثقافة تانية اي خرجوا مكانهم نضيف معناه كده ايه الثقافة دي لو استمرت حتبص تلاقي شوارعنا تنظفت بالطريقة دي احياءنا نوادينا اماكننا مدارسنا هي دي الحاجات اللي بتعمل تغيير بالقدوة وبالفكرة وبالالهام تغير ثقافة شعب تغير اه 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 اداء شعب بحاجات بسيطة البطولة دي عايزين نخرج منها ونحن قد اكتسبنا جيلا ملتزما يستطيع ان يحدث الفارق لمصر بالزبط والمسألة قريبة صحيح فارجوكم تاني وتالت وعاشر ايها اللاعبون احنا مستني منكم تلهموا هذا الشباب انه يشوفوا منكم كل ما هو قضوة حسنا هو ده الايجابي وهي دي فرص التحول الايجابي والتحول النوعي عايزين نطلع فعلا من البطولة بمكاسب نوعية حقيقية هذا الجمهور في سلوكه كان رائع جدا في السادة القاهرة ننتظر منه الاروح ايضا في المباريات اللي جاية منتهى الحرص منتهى الدعم للفريق منتهى الدعم للبطولة انه يبقى دايما وابدا مدرجاتنا تليق بقيمتنا وبسمعتنا وبلاش جملة قصة البطولة منقولة بره ونفسنا الناس تشوفنا لا احنا نفسنا نعبر عن حضارتنا وعن مورسنا وعن قيامنا وعن مكانتنا لنفسنا وساعتها الناس هتشوفنا بصورتنا الحقيقية انا مش مطلوب مني ان انا اتماكيش عشان الناس شايفاني لا انا مطلوب مني اكون انا كويس اكون انا كويس بموروس الحضاري بقيمتي بتاريخي بعطائي بدوري اللي انفنتينو قالك الحضارة المصرية فعلا ملهمة هي دي المكانة هي دي المكانة اللي انت المفترض تحافظ عليها المصر ده معرض دولي كبير جدا كل العالم بصص عليها شايفين ردات الفعل العالمية بالتأدير الكبير جدا للي عملوا المصريون في هذه الافتتاحية الرائعة نبني عليها بكرة الصبح لو كن نفت بتنظيم كأس العالم لانظمت بالضبط بالطريقة دي الناس اللي عملت هذه الملاعب بهذه الكفاءة العالية جدا في التوقيت القصير قوي وبالامكانات الدقيقة جدا دي لازم يتساقف لها جامد حفل الافتتاح بكل القائمين عليه لازم تتوجه لهم التحية من القلب بجد السلوكيات الحضارية للجمهور في الدخول والخروج لقوا حاجة نظام احترموه بالضبط لقوا تعاون من الأمن تعاونه هننتظر المباراة اللي جاية وكل المباراة الجمهور اللي موجود في الملعب نفسه اللي حريص انه يحافظ على الكرسي اللي قاعد عليه يحافظ على سلوكه يحافظ على انضباطه يحافظ على نظافة المكان عشان نساعد على الجمهور ده يكون فيه يعني حاويات صغيرة كونتينر يتحط فيها بقية تتجمع الحاجة دي تتحط فيها يعني يعني يبقى فيه تسهيل ان احنا كيف نتخلص بعد ما نظفنا من الحاجة اللي في ادينا عشان تتجمع وتروح بسهولة في أماكن بعيدها وده يليق بمصر أم الدنيا أول نور شاء ظلام الليل مصر اللي علمت العالم كله مش كتير عليها فعلا ان تستعيد قيمتها وتستعيد صورتها وتستعيد بريقها في العالم كله نطلع لفاصل وبعض الفاصل ضيفينا العزيزين الكابتن شريف عبد منع من نجم النادي الاهلي الكبير ونجم الستوديو التحليلي في قناة الاهلي والكابتن أسامة حسني نجم النادي الاهلي الكبير أيضا ورؤية تحليلية عن ما حدث في الكام واللي ممكن يحصل يوم الأربع في مباراة مهمة لمصر والكونغة الديمقراطية وأيضا كل ما يحدث في البطولة شريف عبد منع وأسامة حسني بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد لا صوت يعلو على صوت الكام وأعتقد جرعة كروية مهمة جدا لحضراتكم بتتعرضونها يوميا لكن مع زحمة المباريات تبقى النتائج أيضا مهمة والتقليل في أسباب هذه النتائج ودلالاتها على مستقبل البطول عشان كده اهتمنا أن يكون معنا لنهاردة اتنين من نجوم ملعب الأهلي نجوم ملعب الأهلي التحليلي ونجوم ملعب الأهلي في استاد التيتش اتنين لهم صوالات وجولات كتيرة وكبيرة مع الكرة الأهلوية كلهم في جيله كابتن شريف عبد منع ترافولتر كرة المصرية أهلا بيك يا كابتن سبراهيم أهلا بيك أهلا سعدل وحيشنا دايما ومستمتعين بيك ربنا يا خريك وإحنا اللي نستمتع بيكو يعني كابتن عدلي ده أبويا ومكتشف أنا مكتشف فيه ربنا منع من الأول قعد قدام يفوش فأنا قعد هقول أهم الأسرار وأضاك التفاصيل سمت كل ما الجيل يعني والكابتن رسامة حسني نجمي النادي الأهلي واحد من نجوم ستوديو التحليل كابتن رسامة أهلا بيك زاك يا سبراهيم ودايما نستمتع بيك طبعا ومع الكابتن عدل قا ومع الكتابة بس عايز أسألكم بقى السؤال النهاردة عن بلي سنوات طويلة باتفرج عمانك وكتاب بس معرفش مين الملك ومين الكتاب الملك الأهلي والكتابة كل ما يكتب عنه بس اللي اتنين دول بقى بيجمحهم شيء لعبه وهم صغيرين جدا سبعتاشر سنة أظن أه ولا أنت دمانتاشر سبعتاشر بقى الزبط أول ما ماتش رسمي عماني كان ستتاشر ونص ستتاشر ونص شيفنك أولا بأزغل مني أزغل منك بستاشر سبعتاشر أنا لقيت على أيدك في المنطقة بناشيين وانت تبعتين يعني الحقيقة الاثنين يعتبروا خلاصة ما يتمنىه النادي الأهلي اكتشاف المواهب في صغرها وتاخد فرصتها وهم كمان كانوا على قدر المسؤولية والحدث يعني في الاستوديو التحليلي دايما مع كابتن إسلام الشاطر بنستمتع بكم جد رؤيتكم والإحساس بالملعب برضو دي مسألة مهمة جدا يعني أنتوا لعيبة برضو نعم وإحنا بفتح لبعض يعني بناخد من بعض الحقيقة عطر رجل العديد يعني بنشتغل معهم كابتن وعندهم كبرات مش أي واحد تحطه يتكلم ويتكلم في الكورة وموضوعية يعني إحنا عادة بنتكلم كلنا في الكورة بس ممكن اللي نقوله برة الناس ما تستسغوش لكن أهم حاجة أنك تلاقي حد عنده رؤية وعنده فكر وطعمه مختلف طعموكو في الملعب كان مختلف والنهار دا من اللي حتقدمو لنا حلقة استثنائية لأن يعني المطشاط عمالة تتوالى وأنا شايف أن ما أصبحش في فرق صغيرة طبعا كل الفرق مؤهلة أنها تعمل مشاكل للفرق الكبيرة طبعا لحد مطش مالي ومورتانيا بنش حاجة أجيبكو عليها محدش عدل الجولين مالي بتقدمي على المورتاني دلوقت أربعة واحد يعني اللي سكور بيعلى أنت كنت بتتكلم على أنه لغاية دلوقت محدش زاد عن اتنين لا وصلت أربعة هي ما أنا بقول لك يعني هو مالي أول فريق يتجاوز هذا الأمر يمكن للفارق حتى في التاريخ وفي في كل شيء في الخبرات في الاشتراكات ده رئيس مورتانيا موجود نهار ده في المنعب حدث كبير أو بالنسبة لهم من أول مرة أو مرة بيبقوا في البطولة يعني هذا أول مشاركة كاتر خيرو لو كمان مثلين مباراة مضغاشكر وغينيا يعني لو بتكلم بحكم التاريخ انتهت بالتعادل لو النهار ده مضغاشكر مشاركة الأول مرة دي كانت متقدمة دي كانت متقدمة فالنهار ده برضو من ضمن المفاجآت في البطولة مورتانيا طبعا يعني من وجهة نظري مجرد وصول مورتانيا لكاس الأمم أفريقية فده في حد ذاته إنجاز بالنسبة بالكرة يعني إمكانيات مورتانيا والوضع هناك فده بيعتبر إنجاز كبير لهم هو وصولهم لكاس الأمم أفريقية تعرف مورتانيا عندها عربيا يعني طبعا مورتانيا عندها مشكلة غريبة جدا لأن ما عندهاش كرة متقدمة كانت معظم لعبتها بيروح يتجنسوا بدول الجوار إن مغرب يعني إحنا جابت أنا عرفت القصة دي إزاي دومينيك دا سيلفا هو أصل مورتاني مورتانيا وخد الجنسية سنغالية سنغالية ها مش عارفها فكان معاه الباسبور دا كان معاه الباسبور دا اه يعني يمشي كده ويمشي كده اه فال مورتانيا فاهمها واهب فعلا لكن هي الإمكانيات اللي في في الكرة هناك في الدولة يعني هتخلي اللعبة تلجأ إنها تتجنس في دول تانية عشان تقدر تاخد فرصة كمان عشان تظهروا موضوع الاحتراف وموضوع المعيشة عندهم كمان زي السومال كده برضه يعني 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 عايزين يلعبوا عايزين يعني بس إمكانيات التسوقية الإمكانيات المتاحة ليهم من بالنسبة للبيئة اللي هم محيطة ليهم كرياضة أنت حذرك شوف طبعا ياما روحت السومال وروحنا لعبنا في السومال كلنا اه تبدايتك أفريقية هورسي دا السومال اه هورسي دا أنا بدايتي معه السومال اه فالناس دي برضو محتاجين إمكانيات كبيرة قوي في البنية التحتية للأدسل الفلوس مش هتعرف تدعمل أي حاجة معهم ما تيجي نبتدي كده بنظام الفلاشباك يعني النهاردة الماتش اللي لفت نظري لأن التاني مرتاني ومالي أنا كنت في الطريق جاي لكن تونس وأنجولا اه أنا عارف أن أنجولا فريق كويس بس عارف أن تونس فريق هايل وعامل فطرة إعداد كوي يعني تقيلة وعامل نتاج تقيلة قبل ما ييجي وكرواتيا ولعب فرق قوية حتى إحنا قلنا إحنا عملين لعب فرق خفيفة وتونس بتروح تلعب فرق من العيار السقيل ما بنش عارفين إيه صح والغلط أنا النهاردة شفت من ناحية الياخ البدنية على الأقل أنجولا وقف على رجلها أكثر أجهاد تونس أجهاد خصوصا في الشوت التاني يكاد يكون وان سايد جيم الشوت التاني بس أنت قلتني كلمة كده برضو قويسة قبل ما يتوش علىه وهم زينا يعني إحنا لحد الوقت ما خلصناش الدوري وهم مستمرين معنا في الأداء لغاية لما دخلوا في المعسكرات وحد دخلوا تأثير يعني طبعا ده بيسامحوا عشان يكملوا أن اللعيبة تروح وتخرج تخرج بره المعسكر وترجع تاني كان عندهم فلكسيبيريتي شوية كده أنه هم يخلي الدنيا تيمكن عشان يخلصوا الدوري غير بقى أن المدير الفني كمان استغنع العالم علول مثلا لشكل إداري أو شكل عاجة فبيفقد كمان كوة معينة بتبقى موجودة عنده عامل حركة رهيب ناحية الشمال ده يقدر يقع في أي كرة عرضية هو محتاجها النهار ده أنا بشوفتش تونس تاني تاني كيف تبقى لي برهيب؟ أنا بشوفتش تونس تاني 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 بدروح ناحية تانية أخرى كله قتل كله مزباص والعيبة مش أجرة حتى من أمهارهم موجود في الملعب حالة واقعة يعني زينا فرجاني ساسي في الملعب له جمهوره حتى من ناحية دي يعني كان لدي تحسي بكده لو اتنين زي بعض وواحد حيجيب لك تعطف الجمهور حضرتك شرحتها حالة بدنية بتاعت أنجولا هوقفين على حلهم فنياتهم مزي فنيات تونس يمكن تونس بيأمتصوا لا الوعي تونس كانت عندها خطورة عندها امتصاص منهم وانهم يهدوهم وكانوا كذبانين واحد إنما اعتمدوا على كده بس إنما ما كانوش موجودين خالص مش زي مصر مثلا لعبة أول خفطيم جامد ومتقاسم الهفطيم التاني لا مصر ضيعت فرص غلطت في إنه ما بيرجعوش اربع اربع اتنين في الدفاع لا عاملين مساحات خلوا الناس مصر المرأة ما هم شاركتين زروف واحدة أه طب والمغرب معاه طيب الاجهاد دي يا كابتن يطرح سؤال مهم قوي البطولة دي الأول مرة تتلعب في الصيف بعدما الاتحاد الأفريقي للاسباب تسوقية جابها للصيف عشان يضمن مشاركة كبار النجوم اللي محترفين في الديها كبيرة جدا يجيبهم يضمن مشاركتهم بس هم جايين بإجهدهم جايين وهم في فترة راحة سلبية بعض منهم قال إن احنا ما استكملناش الأجازة والراحة الكافية فانت ضمنت وجودهم بس مش بالكفاءة المطلوبة أنهي أفضل الشتة ولا الصيف لو احنا بقى عايزين نرجع الأفضل الصيف ولا الشتة بطولة بحاجة بطولة أفريقية يعني لما يبقى فيها كل النجوم موجودين من الدور الإنجليزي والدور الأسباني والدور الإيطالي بكافة اللعيبة إذن كاقيمة السوقية ودرورة كرة القدم أصبحت صناعة إزاي بتعل المنتج اللي عندك عشان تقدر تكسب من وراء مكاسب كبير وقدر اتحاد لأفريقيا السنة دي بيطرح البطولة بالشكل الجديد 24 فريق فقف فرق عشان يقدر يلعب ماتشات أكتر فيقدر يسوق بشكل أكبر مصر قال لسه ما اخدناش احنا الرقم الكبير لكن هو ده الهدف من البطول الأفضل طبعا في شهر ستة عكس في يناير تلاقي الدوريات شغالة في أوروبا ممكن لعيبة تروح ما تجيش ما تروحش بلادها منتخباتها وكمان بيعزز قيمة الانتماء والوطنية عند اللاعب النهاردة أنا بيبقى أنا في متخب غانا أو متخب نيجيريا أو متخب مصر وعندي في الدوري والدوري النادي تبعي متمسك بي فأنا برضو عايز عايز سكمة الانتماء والولاء لبلدي فالنهاردة في شهر ستة ده من ضمن الحاجات اللي تبقى مميزة النهاردة محمد صلاح لما ريح عشر تيام والناس قاعدت تنتقد شوية وتتكلم شوية طب بازاي تسيبه محمد صلاح لا الصح لازم إن دي راحة إيجابية مش راحة سلبية فيه فارب بين الراحة الإيجابية وراحة السلبية الراحة السلبية دي الراحة اللي تطول فأنا محتاج أعمل بعدها فترة إعداد عشان أبدأ أعوض النقاط اللي أنا فقدتها سواء نقاط القوة للتحمل كل النقاط كرة القادم لكن محمد صلى عشر تيام لا ده بالعكس استشفى مهمة جدا استشفى إيجابية علشان يقدر يعاود مرة أخرى يعني في كاسب كابتن عبدالصالح المحش تأكيدا على الكلام اللي أنت حضرتها قلت كابتن مرة سألته يعني هو هو المفروض اللي جاهزة قال لي بص يا عدلي لو أنت ديت أسبوع تقدر ترجع لحالتك بعد أسبوع لو ديت أسبوعين محتاج شهر يعني الأسبوع الأولاني تقدر بعد أسبوع ترجع لحالتك وخلي بالك يا عدلي لما كنا بنريح مع مانو الجزي كان معاه في دالجو في دالجو كان دايما بيعمل لكل واحد برنامج بيسلمهونه قبل الأجازة بيوم أنت أخذ البرنامج وأنت في الأجازة تعمل ايه تشتغل ايه بقى فيه ممكن تلعب تنس شوية سباحة شوية دي راحة إيجابية عشان لما ترجع ما ترجعش تاني من نقطة الصفر تاني أبدأ معاك فترة إعداد محتاج شهرين وثلاث شهور لأ دا أنت عندك خلاص ما كنتش بتاستادوا سمك؟ دلوقتي تضح ان ليفربول باستادوا سمك لأ شوف محمد صلاح لأن دا في حتة تانية وفي دوري تاني فمؤكد اتقلوا كده لأ تروح غزب عنك تقضي الراحة بتاعتك فكل الانتقادوا أنا مش معاهم بالعكس لكنا كنا نقدر كلنا نطلع كلعيبة الأسبوع عشر تيام دول يا ريت كنا نقدر بما أننا أجلنا الدوري اللي بعد البطولة يا ريتنا عملنا كده الحقيقة احنا المفروض نكون خارجين من البطولة دي وتعلمنا عاجات كتير طبعا طبعا الشكل بتاع محمد صلاح الشكل كويس أوي في الملعب على فكرة حصلت كلام قالوا إن الدنيا كلها هتوقف وتمسك محمد صلاح وعارفين أسلوب لعبه ويجيو الضغط كلها بمحمد صلاح إحنا غلطنا في حاجة واحدة بس إن إحنا فعلا محمد صلاح لما اتحرر من اللاعب ناحية اليمين وابتدى ينزل نص الملعب ويبقى هو الأسستنج بتاع الملعب وهو البليميكر ودي كانت أول مرة نتفرج لمحمد صلاح بيبتدي بليميكر في الفرقة بالله حتى ما بيتش تحس بعبدالله السعيد أكتر بمحمد صلاح حتى عبدالله السعيد تبقى كرة جاله وراح ناحية الشمال شوية أبص راح راجع تاني ومسلمها لصلاح عشان يعمله بقى هو المحور الجملة اللي هي واحد تلاتة دي اللي اتعاملت شوية مع تقدم محمدي عشان كده كان بقى كل صلاح هو كرة حتى لما بيتجيله مستنين العرضية من صلاح مستنين التواغل من صلاح مستنين التهديف من صلاح مش عاديين تهديف من حد تاني الكرة من صلاح في الإعلانات حتى بلايه عليك صلاح تطيع البهجة وتجيب لنا اللي جوان فالحكاية كلها بقت فوق الراجل ده الراجل ده اللي لم يوفق في الشوطة أو في الجول اللي حيجيبه أو فبقت الحكاية بالنسبة لنا احنا منظور واحد بس شايفين واحد بس بنحاسب الفرقة كلها كابتان عادلي على اللعيب ده بس إنما فيه راجل واقف بره على الخطوط بره لازم يحس بإمكانية في ديئة 41 إن انت كرة لما تنقلت لحت الشمال ترجمت لحالة فردية بالهدف اتعامل في المتشاط الحبية كذا مرة الودية اللي قبل المباراة بالظاف إنما كانت أرضية الملعب في برج العرب ما تسمحش لتريزيجيه إنها انسيابية وبتمشي معها كانت دايما تليها أسامة وراها دايما بدور عليها وراها مش قدامه وزي المرات يعرف ينفذ ويعمل ففيه الشكل بتاع منتخب مصر اللي هو الضغط على صلاح حتى لما دخل جوه صلاحة كابتان عادلي سيد إبراهيم يلعب في أحد يدخل جوه يطلع برا بس إن كانت بقى اللعيبة اللي حواليه أنا التحافظ بتاعي على الجهاز الفني إدارته من برا سعيبها متاحة تحرورية للعيبة أنا ما شفتش يعني تعليمات للنني وطرق إنهم يكملوا في نص الملعب بقيت لقيت الفرقة بتاع زمبابو مستنيات تجيب الجنو الثاني والثالث انت عدم ده انت قاول ربع ساحة فعلا بيخلط الماتش ببهجة غير عادية بأ أنا موصول إنه مخلص بهجة يعني عشان كان ممكن شوية يعني ديت لنا سترك لا بس خلي بالك كابتان عادلي يعني الناس متوقعة كما ستنزل تكسبتها تاربعة مقارنة بالماتشات الودية اللي إحنا عملناها وكمل فرص الماتشات الرسمية الرسمية غير الودية تمام طبعا النفت فيها بيفرق لا والضغط كمان العصبي وانت موجود والبطولة على ملعبك شكل الجمهور واللعيبة أول مرة تشوف والضغط بتاع اللعيبة نهاتش مختلف اللي ضدك فالنهار ده حتى رتم المباريات الرسمية مختلف عن الودية تمام فالنهار ده إن شاء الله يعني احنا حظينا حلو برضو من مجموعتنا متوسطة لحد ما مش هقول مجموعة قوية فيها زي مجموعة الجزار والسنغالة ومجموعة تانية فالنهار ده التدرج حتى في المباريات ده مهم جدا يعملك حلقة التجانس اللي تبقى موجودة للفترة اللي جاية يديك رتم المنشطة الرسمية يعني أنا متوقع إن شاء الله المنشطة الجاية مع الكنغو هيبقى الأداء متأخذ مصر أفضل عملية التجانس هتكون تمت بشكل أكبر إلا إذا إلا إذا إيه بقى إلا إذا استمرنا عن فردية واللي إنت بتقول كنت منتظر أشوف شكل جماعي ولا تعليمات بتتنفذ بتثابت بحرية زادة عن النظوم للعيبة هو الشكل الجماعي يعني مكرنة بكل الفرق اللي موجودة لا مصر عندنا الشكل الجماعي الحمد لله في البداية في البداية فيه شكل جماعي وفيه انسجام بين اللعيبة وفي الشكل الهجومي ما شاء الله بنوصل وبنوصل على الأطراف كويس ومن الحكم كويس لحنا عملنا على فترات قرى رائع المشكلة الوحيدة كنت نعادل لزهرت من خلال المشاطة الودية الدفاعي والوقفة الدفاعية لنا خاصة على الأطراف من قلب الملعب قبل ما رؤيتها دي بس عزين دي خلص الكلام على اللي شفناه في الملعب ودور محمد صلاح في هذه المباراة لانه أنا حسيت ان احنا ظلمناه شوية مش احنا كمشاهدين الاعتماد على محمد صلاح يلعب تسعين دقيقة وهو جاي من راحة سلبية لمدة عشر تيام يدوبك لعب تلتي ساعة قبليها انت مش موفقني لك لا لا يجرؤ حد لا يجرؤ لا يجرؤ مدرب أنا او اجيري او اي حد في الخمسة وسبعين الف في التمئين الف والمئة مليون تحرمه ولا خمس دقايق من المباراة طيب بس إلا في أصاب صح ولا غلط لا مش غلط مش صح انت عايز تراحه انت بتعمل تاكتب مش عايز تراحه بس فهمني انت بتعمل حقيقة انا عارف ما هو انت عشان انت عارف انا حقول ليه بس الجمهور ما عارف المشاهدين ما يعرفوش انا بو لك انا ما عادرتش اخرجو ما تخرجوش نلاقي بتنتشار انا انا كنت ضد ان يبدأ المباراة يعني حتى لو عايز تنزله بالشغط التاني باكمله كان حينزل يبدع وبحالته دي والفريق اللي قدامه خلاص فقط تنظيمه ده في الودي مش في الرسمي لا ده الكرة اللي بختارها الكرة اللي بختارها في الودي تتعود في الرسمي شريف الكابتن محمد صلاح في الاخر كان مرحق جدا 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 شو جيت نظري افل نفسيا حتى فيه كور فيه كور انا شفته نفسيا لا مش نفسيا هو بدنيا هو مدائي من انه هو الفرصة اللي ضعت منه فرصتين وارا بقى ناحتي المين اللي هو الشوتينج لا هي مش عاملين بدنيا ده مش باور محمد العشرة ايام العشرة ايام العشرة ايام العشرة ايام العشرة ايام عمرهم ما يفقده محمد صلاح ماش فقط قدهوش وانا بقوله هي كانت عند جيري طرف اه كان شغال انت قلت شغاله لا كان شغاله شكل مميز لما بدأ يحطه راس حربة هي دي بقى هي دي اللي فرقت محمد صلاح ما بقى دهش يظهر في الحتة دي نهاردة لما كانش غالع طرف كان عنده حرية حركة كان بيستيلن براحته معلش غمض عينك وتخيل الغشمية بتاعتي شوي ما هو انا غشيم مش زيوك لا لا انا بتفرج بمفهوم ان انا عارف الباور بتاعت محمد صلاح وهو انا حسيته من الدايق الدايق انه هو بتجيله كور دي اللي المفروض كان بيخلصها بمنطار قوة منطار قوة طب ما هو خلاص وصل انت هتقول لي وهو كراس حربة بس دي كور وصل فيها لان هو كورة كورة ما بتتنسيش ايه اللي ما اللي ما تقدرش عليه لما زي زدان قالك لا يستجيب الجسد للنداء العقاب خلانا نتكلم ناخدها في ناحية اللي جا بيها قبل ما تقوله بس حاجة لكن انا مش بقول انا هخله سامي رود انا مش بقول بس انا كنت عشان انا عشان منك حاجة واحدة الناس بس عشان ما تفهمش ان انا اه قصدي ايه انا كنت عايز المطش ده احنا متفقين ان اخافوا مطش في المجموعة لنا انا كنت عايز محمد صلاح يخرج من المطش ده جاهز لمطش مجهدوش في المطش ده وهو لسه مش مستعد للمطش اللي جاي هذه رؤية واحد مشاهد مش لما تبقى اتنين سفر بقى ماشي انت انت لو اتنين سفر انت كنت هشوف ريتك حاجة تانية لا 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 لو توفقت انت اتنين سفر حاجة كنت كان في المباراة دي عشان تحقق اللي كان نفسك فيه كان انت تتبقى ليك متقدم في اول هفتين واحد اتنين حمد صلاح تقدر تعمل اي سمير عمل في اول نص ساعة كل ما يمكن شو شو الوانتهات والتحضير والترئيس والتمييس والعرضيات والشوت يعني كل ما يمكن فيش توفيع في كرة واحدة بس ما عليش ايه هو التوفيق ده كفرعت في المطش شو بصله من ناحة لجابية وجوده في الملعب حتى لو هو مش موفق يا سيدي انا انا عايزه او بسر انا عايزه انا عايزه او مية عشرين دقيقة انا عايزه او مية عشرين دقيقة انا عايزه عايزه مية عشرين دقيقة في التسعين دقيقة وانا عايز بقية اللعيبة زيه كابتن عادل وهو زيه لا انا عايز بقية اللعيبة هو عمل العليم لا لا انا عايز بقية اللعيبة لعيبة كان فيه لعيبة كذا كرة نهاردة عبدالله السعيد الكرة جاء بالعرض لو سيبها للنين اللي وشه في الجون خلص للمباراة كرة جاء التريزيجي مقابلته لها لو قابلها صح هدف خلص لنا المباراة تخلي محمد صلاح ده في حتة تانية تخلي عبدالله ده في حتة تانية تخلي محمدي ده بيطلع تخلي اي من اشرف هشوفه حصل لنا سناريو حصل لنا سناريو كده خضنا من اي كرة استلامها للخصم عندي بيوصل مثلا كرة بالعرض حاجة لا 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 وعبرت عن نفسه ضغط العصبي انت معجزا اللي انت عملها منتخب مصر عبر عنه انه عنده قدرات عالة ومضات خلال مراحل معينة كنت بتشوف الجون بتاعت الريزيجي ده اجمل جون في الدور في وجهة نظري بسيبك من النشوطة مبهرة ولا مش مبهرة التحرك والسلام والجماعية واللمسة واللعبة هو ده الجون الحلو فراني مش هناك نعمة شون يارده تروح في السوق دي دي الكرة بتاعته حتى هو مع ربيع ياسين في بطولة افرق الجماعية الجون اللي جابه في انجلترا بكاس العالم هو جابه في انجلترا جون زي ده ممكن احسن كمان نفس الجون ده بنفس الطريقة ده فرقتنا انا متطمن للقدرات الفنية الفردية مزبوط مش متطمن اللي برا الملعب على ضوء اللي سمعته برا الملعب مش هادين يشوشر على الفرقة والنبي اللي بيشوشر على الفرقة مش اللي عاديين في الاستوديوهات ده لو سامعينا مش يحن لو سامعينا يبقى غلط شوف وصلت لايه انت عندك هو انت مش كنت في النادي هو انت تقدر تعيش اجواء انك تقعد عندك طرف انك الانستجرام والتويتر ايه ده بتعملي اعلانات انا مكناش من اصفارك على التلفزيون بالليل والنام بدري اللي عليها النهاردة فيه مسئولية كبيرة جدا مش كده ولا ايه شايف اهتمام الدولة يعني انت في اربع شهور اعجاز انك تعمل الملاعب دي والبنية التحتية صحيح والتنظيم دوت فالنهاردة الدولة دخل في الموضوع فده يلقى بمسئولية كبيرة جدا على اللعيب النهاردة البطولة على ملعبك وسط جمهورك وجمهورك النهاردة ما شاء الله ما فيش مكان لقدم في مباراة الافتاح وكل المباراة اللي جاية هتكون بنفس الشكل فالنهاردة لازم اللعيبة اللمه بقى بتاعت اللعيبك تنعادل ممكن نباحنا جوه الملعب فيه اخطاء وارد يبقى فيه اخطاء على المستوى الجماعة والفرد لكن دايما اللمه هي دي اللي بتجيب البطولة خاصة انت بتكلم بتجيب لما في الملعب صح ولا غلط نزبوط احنا طول عمرنا بنشوف اللعيبة كانت بتتلم برا الملعب فبتتلم جوه الملعب انما هي فكرة مش عايز اطول في الحتة دي لان هي دي دي بتشرح جوهر قلب قلب الشيء الشيء اللي كل الناس لمسا ومش عايق ومش عايز تاني بنتحسس الحوارف اكررها بس نزبوط عزيزي بيت تركيز في الملعب بس ابقى تعلمت عاجة من من المنظر وانت بتتحسس شيء انت لمسه وجمهير لمسا خشولي بقى على الفرق طيب كابتش تريف في منتخب مصر احنا شفنا فرق كبير جدا بين الشوت اللوال على الشوت التاني اجري عنده بودلاء كراس حربة كتير يعني هو مبدئيا اذا كانوا اخذ مروان كوكا مستمر واحمد علي موجود التغيير شفنا معملش تغيير صريح صريح وفي نفس الوقت في قلبانة كتيرة تدخل وليد ترجع بعد كده عمر وردة تدعى بصلاح فرود وبعد كده فضلت المسألة في الجزء التاني ده الشوت التاني كلها تقريبا مفيش خمس دقائق شكل مستقر هل انت مع ان احنا مدام بنسحب مروان حتى وان كانت الناس شايفة ان هو ما كانش يتسحب محمد صلاح على الطرف افضل وليه لعبر اسحارب والبدلاء التانيين هل فعلا ابعد عن ان هم ياختوا فرص وليه مع امكانيات محمد صلاح كلها بصف هذا الموقف انا كان صعب او ان انا هدر ادخله جواب هذا الشكل لازم كي بطريق صريح الحقيقة ستحفظ عليه هو لحد النهار ده اجريه اه ما عندوش قوام اساسي للمنطقة ده لسه بيجرب ده حتى في المصد شتنبابوي بيجرب اشكال معينة ستدان انت هو واحدة واحدة هتقوله لانا كان نقصد اقوله ده بقول بقى هو نازل وليه سليمان ليه عشان يلعب مكان محمد صلاح لأ عشان يضعهم ده لا لعب كده ولا لعب كده مش خط وسط انت كان عندك فجوة من ناحية وراء المحمدي كبيرة جدا وكان الشغل كله عليها تقريبا ده معظم الشطين كان من حتة دي وليد سليمان بيقدر يدافع وبيقدر يدي المجهود في الحتة دي وعشان ما يخرجش محمد صلاح لانه ما يصحش ما ينفعش ده كان رأيي انه ما يبتديش محمد صلاح عشان كده فهو اضطر يخرج راس حربة ويلعب محمد صلاح كراس حربة في الوقت اللي محمد صلاح طلبت منه حاجة جديدة مرهقة اكتر انه يبقى محطر هو طلب حاجة معينة في الملعب تحت صلاح ما حصلت لهش حتى هو كمدرب مين هو اجير لا ما حصلش حاجة شوط التاني هو حتى اللي نزل مقدرش يترجم نفسه جوا الملعب وبقى استلام الكرة اذا كنت متكلم على محمد بقى بيخلي الرجل ناحيته يستلم بسهولة او نص الملعب بقى فيه براغات وبعد بين عبدالله السعيد وبين الاتنين النني وطارق حامد ده بقى فيه مسلس معهوج فاضي فاضي حتى دي كلها اللي في النص بينهم دي بالناس بتستلم الكرة وبوشح وكانت الاتراب بتاعته طارق حامد عمل جهد الخارق المشكلة دي ظهرت في المرشات الودية كمان انما ما كانش منظم مع خط الوسط فهو كان مكلف بقى اختر لعيب عندهم اخباك المشكلة دي كنت نعادلي حتة اللي ورا الباكين دي باك رايت والباكليفت ظهرت كمان في المرشات الودية اللي كانت قابل البطول حتة الدفاع ناحية اليمين دي يعني كوبر كان بيبالغ او في حد في نواحة الدفاعية وانتقدنا في النواحة الهجومية اجيري لا بيهاجب بشكل كبير لكن لازم يركز برضو ناحة الدفاعية يعني في مباريات منتخب مصر هيحتاج بدل ما بيلعب اربعة اتنين تاتة واحد بوكن يلعب اربعة تلاتة تلاتة وحط تلاتة في نص الملعب يقفل وبالشكل ده يدي الحرية لمحمد صلاح وتريزيجيه والمهاجب بدل محمد صاح يرجع الميت متر دي ويغطي وده من محمد دي خلاص عندك واحد تالت في نص الملعب خرامس في الساب لك وبالمندر يقدر يغطي ويشتغل هو في النحوة الهجومية ما يلعب زي ما بيحب هو يلعب تلاتة اربعة تلاتة زي ما بيلعب في اللي بول كده انت انت ليش عايز تلاتة اربعة تلاتة ده واجيري بيحب كده ليه لو عندك بقى ايه الننني ودونجة وطريق حمد وطريق حمد والتلاتة بتوعك انت بتلعب بيهم اي فرد انت انا لو هم الناس مش شايفة ان مروان طب انت لو لو مش شايف مروان لا مروان مع احمد علي الكوكا زي ما هو عايز قول طرفين صلاح وانت بيت فرقة جميع وبال انت عمل حساب وغندا وعمل حساب كونغو ما اللي هتعمل ايه لما تنتلع دور الستاشر وهتعمل هتقابل ودور الثمانية ودور تلاني بتترجم نفسك النهار ده انت انت اللي الكرة كل ما بتسقط بتبقى حمرة انت اللي داخل انت اللي بتلعب ضاغط انت فيش الفراغات دي عندك لعيب واقع منك او لعيب اتنين اللعب بالسيستم اللي خليك دايما متحكم في نص الملعب انت هي دي الحتة اللي ضيعته في اول ده اللي ضيعته في تاني تايم في الماتش بتاع ده اللي الواحد خاف منه في اللي جاي لان انت مش هتلاقي فرقة طيبة شوية اه انا باعترض على كلمة الخاف دي اه انا في ملعابي ومصر وبالفرديات اللي حضرتها قلت عليها اللعب اللي هي تملك الفرديات دي اه انا ما ادرجش اقول اه اه تعرف تونس بحاليات اللي كانت قدام من جل النهاردة دي اه لو لقيت المساحات دي تعمل معاك ايه اي فرقة لو لقيت المساحات اذا كان زنبابو لا دي اسبقى لا بس تونس يعني تونس هتعاني في البطول يعني على المستوى البدني على المستوى البدني زي اه الشروط الثاني ويعه بدنيا تمام وكمان الاختيارات طاعت المدير الفني على عرمات السفام كبير يعني النهاردة ازاي علي معلول بحجمه وبالموهبة اللي عنده ومفتاح هجوم مهم جدا في تونس ومخدوش لأسلاب الفنية رجع قالك دي لأسلاب الفنية نحن شفناها النهاردة وسامل حدا دي باكليفت ما بيعديش مص الملعب وقف كانوا بلعب اربعة مساكين ورا ومأمن بشكل كبير في شكل غريف في فرع لما كان النقص حتى في متخب تونس ومعلول كنت دايما بتلاقي باكين عاملين شغل هجومي عالي جدا طايرين نهاردة اللي اتنين وقفين وسامل حدا دي ناحت شمال طب بالنسبة للفرق اللي قدرت عبر عن نفسها إلى حد ما مين الفرق يعني طبعا رقم واحد المباراة اللي أنا استمتعت بيها السنغال السنغال كان أمام تنزانيا قدوا مباراة بالرغم من تنزانيا برضو مش ما قدرش أقول من الفرق الكبيرة أو من المتشاط القوية لكن الجماعية موجودة في لعبة السنغال السنغال طبعا لو قيمنا كل اللعيب كمستوى فردي لا مستوى فردي ما شاء الله حاجة جمدة جدا لكن المستوى الجماعي لا المستوى الجماعي موجود التفاهم موجود وسط اللعيبة الجدية موجودة نهاردة السنغال مرشحة أنها توصل للمباراة النقاي تاني فرق الجزائي برغم من غيابه مؤسر لكن اللعيبة واخد المباراة شكل كبير ما هو واحد فكر عايز يقول لنا عدو البديل كمان بديل مرشحين اللي موصلوا فاينل على فكرة الناس عارفة كده قبل البطولة مرشحين السنغال إنهم ياخدوا البطولة مين غير السنغال لا أنا مش شايف غير مصر مش كده لما الدنيا تروح يمين تروح شمال أنا القفار قدر عليه أنا رود القفار كده زي ما أنا عايز أنا كابتل عادل قال لي كلمة هلو قوي هو متطمن لفرديات اللعيبة إيه عايزة تنظيم شوية ونتعب شوية الفترة الجاية دي نجرب في الفرقتين اللي حيابه الدنيا كلها قلبت دماغاتنا واتفرجوا على الأوغاندا لكني بقى عيال بتجري بس يعني أنا مش فاهم انت شفت يعني عامل وعجاز هكذبوا بضربات سبتين كورنا بيتعبونا بس لا مهن الفرق قال لي بتلعبنا كورة احنا بلعب معاه كورة بيش كورة ده جاري دول هيلعبوك جاري رب ديش هيدهقوك جاري انت لازم تقرب خطوطك من بعد كل ما انت فاكر لما هديوكوتي راح ملعبنا الزون دي فين سورة ونزلنا نص الملعب فبقلنا له خواجة انت عملت فينا ليه كده قال لك أنا عايز اعمل زحمة مش عايز علي خليل ده يروح مش عايز مساحات لفاروق جعفر يقدر يعملها له مش عايز الأطراف بتاعتهم تشتغل انت تمسك صلاح مش صلاح اللي يمسكني وتبتدي انت سفرق السرعات بينك وبين صلاح تقدر تعدي توصي احسن باتش في حياتي تبتخده وتروح له انا كل ماتشاتي كويس هكبتنا عليها تبقاش مكتشفني وقاعد قدامي وتقول لي احسن ماتش انا مش عارف اوحش ماتش فين فين اوحش ماتش انا رفعت رأسك في تونس رفعت رأسك قدام بارم يوني قدام ساوس هامتون انا ما سبتكش في حتة وانت رئيس يعني رئيس بيعسة معايا وكذا اللي مديني كلها كبتوك عايزة عاديين الولد دا ونختفه وخدتك في تركيا انما الحكاية ايه ان انا كان عندي معلومة من مدرب مع لعيبة انا انا اعمل اللي علاية بس غيري ايه بقى طهر الشيخ وصفت والخطيب ومصطفى عبدو انا هروح فين فوق انا اعمل اللي علاية بس فالفرع يقولك ده الشيف كان كويس قال لا طب مصطفى عبدو ده كان فين خطيب ده كان فين الناس دي كانت فين مجموعة ده اللي انا عايزه من تغيب مصر حتة يبعده شوية وزي ما قال القسامة مصر قلبه جماحية قلبه انتظار مصر اللي عملت في ثلاثة شهر بطولة مفيش حد في العالم يقدر جنوب افريقيا عمل كافي العالم ادوها اربع سنين عشان تعمل الملعب احنا كنا احنا كنا اا ناخد احنا شفنا كل السادات دلوقتي دلوق افريقيا دي المفروض ما تواجهش في هذا الحال بعد ما وصلت جهاز العالم وعملت الانجازات دي والطفرة والملايين لازم يكون فيه حاجة تانية خالص انت كذا عملت بلعب تدريب تقولي فرقة من ديها ملعب تدريب على اعلى مصر تماشي الله ربنا يكمل البطولة على خير وتشوف الدنيا تقدر تعمل اي حاجة يعني احنا محتاجين اللعيبة بس تهدى زي ما حدثتك قلت التركيز احد يقعد معاهم كان كلنا بنقعد في الجامعة لو انت تفتكر في حاجات في الكرة غير الاداء او امكانات اللعب نفسه انا اوجهه صح انت يا طارق يا حامد عندك الحتة دي بتعملها بقلب عشرة ملاكش دعبة طويلة بقى انت سلم انني جنبك وانني يسلم لعبد الله فنعمل مراوان فمروان ياخدها بشوتينج على طول ابص لها في الماص حاجات دي هي اللي بتوصل مع بعض ألعب التالتي ساعة اللي لعبتها حاش يدر عليك ولا عندك التالابة بتاع تلعب تلدي اللي هب وروح لامم وماشي واخده ناحية تانية سقط اللعيبة بلاش يضغط على صلاح في كل عاجة خلي صلاح هو الهانتر من صلاح هو البداية مش الابي سي ايوة بتدرش كل الادوات حرام ده تدينه كل الادوات وصلاح بيلعب في ليفربول مع مين مع كل واحد هناك عامل حسابه بالظبط كل واحد بيعمل عليه كيتا هناك قافل الناحية التانية الراجل اللي وراء البكرايد بيطلع الناحية التانية بيطلع صلاح صلاح بيخش الجوه مصرح طول عمر بيخش الجوه في مطشاط العالم بيوسع للناس اللي جاي العرضيات بتلاقي بقى السادة ومانية بتلاقي صلاح بتلاقي كل الناس اللي جاية فيه سيستم فيه سيستم بيتعمل هو انا مع تقدم المطشاط شاف ان المتخب هيتحسن استوى هيزيدة هيزيدة طبعا لان طبعا مش بس الانسجام حييجي لا الحالة الفردية للنجوم اللي انت معتمد عليها هتعلق تضبوط خلاك فيه فرقة هتظهر في البطولة مش ساعات فرقة يقولك فيه فرقة القصن لاسود في البطولة وتظهر ودائما هتلاقي كل مباراة عن التانية الرتم بيعلى المستوى بيزيد التجانس بيزيد الجزائر بقى اهم حاجة انك انت تاخد التلات مطشط ممكن نتكلم عن الجزائر شوية جزائر السانية ان حد الجزائر دي زاية جماهيريا ولعبا وموضوعا وكل حاجة هي دي اخطر فرقة سامة انا بعمل حسابة قلت لهم قبل كده اربع فرقة يمكن في الحياة كلها لما بنوعد نتفرج عليهم ما بنصدقش انهم خسروا الا ما نشوف بعنينا المانيا برازيل الجزائر برشلونة انا مقدرش وانت رايح هتفرج على ماتش دي ده اقول لهم هايخسروا النهار ده عندهم استغلال للثوابت وعندهم لعيبة وعندهم شوتينج وعندهم تكرح وعندهم روح وعندهم جماهير زينا لا تقبل لا تقبل خسارة لجماهيرهم لا تقبل خسارة وعندهم فريق ولعبة ما شاء الله ما شاء الله رياد محرز آآ طب ما تشوهم عبر عن كل كل اللي احنا بنقوله ده لعبوا كينيا برضو مقدرش يقولي ان لعب يعني مباراة قوية قدام خصم قوي لا يعني لو حطينا عايزين نحط كينيا برضو بحجمها لا كينيا مش من فرق المرشح هي المجموعة فيها السنغال لعبة تنزانيا تنزانيا والجزاير لعبة كينيا لا يعني كل فرقة قوية لعبة الاضع المقياس لما نشوف بقى السنغال مع جزاير بس هيكون خلاص حسموا الامور مين هيبقى اول ومين هيبقى تاني دي اللي هتبقى لو هتعرفهم لاتنين هتعرفهم لاتنين هيتفتشوا بقى فرقتين دول دول عملوا فيهم ايه اكبر حاجة واحنا عديدين بنتفرج عليهم احنا نعرف راحين فين مع النادي النادي يلازم عبوا بقرة الضوء اكيد لكن عندهم خطوط قوية جدا حارس مار ممتاز خط دفاع ما شاء الله عندهم تماسك الدفاع حتى هم بيدفروا تلاقي الخطوط كلها رايبة من بعض ما فيش فجوات ما بين الدفاع ووسط الملعب والهجوم منظر الفرقة التنظيم بتاع الفرقة عندهم الجماعية في الأداء لا نور عليك التنظيم بتاع الفرقة انت نقصك تنظيم الفرقة نقصك ان هو يعتمد المدرب ده القوامي الاساسي بتاعه لازم يلعب بالتل خلاص باتها الامر لازم دون جدايبها في الملعب وطريق حامل ونني وعبدالله السعيد يشكلها بقى ازاي ما نعرفش وصلاح وتريزيجي وصلاح وتريزيجي بدون فرقة عدم انت مش عارف اصلا تشغل اللاين فرود بتاعك اللي هو راس حربة بتاعك لان الراس حربة ساموا لقيته طالع يتكلم على مروان قولك يعني موقفه في الوقوف داخل البوزيشن بتاعه وداخل منطقة الجزاء مش بخبرة خبرة المكان نفسه او بلعب قوي جدا لا الراجل ده لعيب كويس قوي ده رغم الاصابات اللي جات له أنا مش عشان بحب مروان مسلا يعني الاصابات اللي حصلت في اللعب ده وعودته ورجوعه وموقف الناس منه وكل ما بينزل بيجيب جول وكل ما بينزل خطر كابتن ده الناس ما تعرفش انه مروان ده هو في بيتروجيت قبل ما يروح اسماعيلي جاله فيروس فيه بس ملاش ده بس دي خلال انت بيت في الملح انت خلاق لا انا بكلم ع رجبته رجبته اللي جال يعني هما بيتكلم هو بيتكلم انت هو انت بتتكلم على مروان بتلتمس له العزر لكن هو مروان عنده امكانية متوظف بالطريقة دي هو بنازل عشان يعمل كده ما اللي صاموا اللي اتنو مش فاهموا ان مروان نازل يعمل كده على اساس ان هو المشاغب اللي بيساحل اللي ترزجيه وبيعمل حالة دفاعية مش مطلوب منه يعني هو سايبينه برضو بيعمل مجهود ورغم كده ورغم كده ورغم كده بيبا موجوز وعمل اه كتن عد انت لعيب انت بتاع كورة وانا بقى يعني بسك فيك في حكاية انك انت انت جاي بجيل اجيال جوه النادي الاهلي بانت بعينك حلو على اللاعب كويس انت جون واحد بس في مبارات زنبابوي على الجول اللي انت جبته فيش مشاكل خبري اختلف تلاقي الدنيا كلها متربطة والدنيا بتلعب والدنيا مش خايفة والدنيا مش قلقانة لو وجود مروان سردباك معاه ووجود صلاح كمان عمل لهم قلق كبير فدفنسوم كله محجوز ووجود خمسة وتمانين ألف ووجود الرئيس ووجود جميع الناس للشخصيات العالمية اللي موجودة الشخصيات الافتتاح خمسة وتمانين ألف جويت مليونة على التلفزيونات كلها بترعبك انت محسوب عليك كل خطوة لكل لعب في كل التصرف في كل ميس باس في كل امتيازات في كل جبيات في كل سلبيات اليوم ده حتى عدي على كده له الشحن والتوتر العصر ما شاء الله اليوم ده يعدي على كده والحمد الله نيجيريا في المجموعة التانية وشوفناها بتكسب أول مباراة نيجيريا هل عبرك؟ فرجت أنا على المباراة نيجيريا بتعاني برضو يعني احنا لو هنقارن نيجيريا بالجيل اللي احنا كنا نتفرج عليه في الأولمبياد بقى كانوا وكان معهم بمفرير كمان مدرب الأهلي لا 96 خدوا الزهبية هنظلم الجيل ده يعني اتفرجت عليهم كأفراد وكفرديات ما شاء الله على المستوى لكن كجماعية تحس ان ما فيش تفاهم ما بينهم في اللعب حتى في خلق الفرص قدام في النواحة الجمية بيخلقوا الفرصة بصعوبة الهدف أحرزه طبعا فخر المباراة يعني بشكل أنفس لكن نيجيريا بالشكل اللي احنا شفناه وحتى المباراة اللي احنا لعبناها وصادهم كانت قبل كده كانت في ناجيريا وهو ما كسونا هتصف ما قدوش برضو بالكوة بالرغم من اللي كانت المباراة على ملعبهم فبالبطولة دي على مطاقة ناجيريا مش هتكمل للأدوار يعني دور ولا هيا من الفرق اللي برضو ما ترميشتوا بيطة وانتقضتوا فاجئنا مع تطور على حسب هتقابل مين بقى على حسب هتمشي ازاي بتجريبنا شوف لو ناوية تعملها مش هيفرق معاها هتقابل مين لا انت ازا شكلها مضغيرش انبسط في الفترة دي واطلع ازا فضلت بالشكل ده لا مش هتكمل انت هتروح على الموكاوت بعد كده اه انما لو هي يعني نعتبرها مدخرة مجهودها نعتبرها لان ناجيريا ما فيش بعد قدو يوم ما خد اربعة من مصر في الفين وتمانية وصفها معايا الفاينال اه اه ده اللي احنا شوفناه في البطولة في اول مباراة يعني احنا بنقيم الوضع على ناجيريا النهاردة كانوا بيلعبوا فرقة ضعيفة كانوا بيلعبوا بورندي اه فمفروض يعني كسبوع مباراة وامام بورندي لازم لادا يبقى شكله افضل من كده لازم حتى المكسب يبقى مكسب مريح ده ما هو المغرب معنا ميبيا احد يصدق بس الشكل والاداء المغرب بالرغم ان الهدف جيف اخر مباراة وخطأ من المدافع لكن المغرب لها شكل داخل الملعب عملية الاستحواز لهم شكل خلق الفرص في شكل فرديات التنظيم الدفاعي وراه وانت بتهاجم في ناس وقفة وراه وحفظة لا في شغل مدرب عملية اخر الهدف دي شيء وارد في كرة القادر لكن ناجيريا هو الشكل ملوم شكل في الملعب ليه كنتوا الاثنين يعني انت كنت شاف ان يعني وليد ازارو يعني انت شاف فيه فرودة يعني واو قوي كده لدرجة اصلا انا وليد ازارو ده شايفه ها بيضيع فرص كتير جدا انما هو الوحيد اللي ديك امل ان يوصل لجون في اي لحظة اعرفش انا عايز وليد ازارو مش بتاع السنان اللي فاتد اللي قبلها ماشي ممكن الدافع اللي عنده يعني ممكن لكن بكلم على ايه طب انا عايز الجون بتاع اسماعيلي عشان ده هشرح وجهة نظري ان هو بيخلق لك من فرص الميتة فرصة الجون ده دي كرة ماتت يعني وجري على كرة ماتت فنطة نطة القفزة اللي قفزة عشان لعبها بالهيد جاب الجون الصعب للمهاجم الصعب حاجة في كرة كوادن في المهاجم انه ما قدرش يخلق فرصة ده الصعب واقول لي عندي المهاجم مش كويس بدل بيقدر يخلق لنفسه الفرص هيجيب يبقى مهاجم مميز انه يسجل يبقى مهاجم اه شوف كرة تمال لي يعمل لك خطورة بص لا وفي اي ثانية يقدر يعمل لك فرصة بس هي اللي كان بيعيب شوية وليد ازارو عملية الاستعجال مستعجل عملية انه لما كان بيضيع السقة بنفسه قلت شوية كان ممكن تتعالج طبعا بتدريبات اضافية بعملية تخصص في التمرين انهاء الهجمات يقدر يتعود من ناحية للشمال توفيق زائد التوفيق ده عنصر مهم سنة فاتت مرة واحدة وفتحت معاه يعني الهدف ده في المصري التحرك بتاعه واحمد فتح بعملها له انه ازا بيوقف بجنبه وبروح السبريل هو ده اللي عايز اقوله الناس اخواننا خدوا بالكم الراجل ده شوف اهمية انه على طول بيقدر بيخلق من كور ميتة فرص حقيقية ولزالك هو بيتحسب على الميزة بتاعته مهم ممكن لو صهن شوية مش هيضيع انا ما انا عايزه زي ما جيه في اول ما جيه راجل اكتف قوي في كور بتروح منه غزبا عنه على فكرة لما في كور انا مصدقش ان هو ضيح لما انا شايف ان تركيزه جات في الفترة الاخرانية دي تركيزه قل شوى قل كتير يعني انا مش لكن مش ده ده مش وليد ازارو لا انا بتكلم سيبك منه اسم يعني بتحديدا مش قصدي اقول وليد ازارو الحالة اللي مثل وليد ازارو هذا النوع من الفراو ده انا كان زمان فيه لعيب اسمه عز الدين يعقوب بس وليد برضو عنده مهارة اكتر تاني كان لعيب ألعب قوة هو لأ طريقة لعب رينار وكان عنده سرعة كان هدى في الدوري وجاب الدوري القلوبي طريقة لعب رينار كابتا عدلي مع متخب المغرب ما بيعتمدش ان هو بيرجع ويلعب على السرعات هو طريقة لعب الاستحواز والمسحات ديئة فممكن يقول انا في طريقة دي ممكن النوع ده النوع ده يقولك وليد ازارو عايز صالح جمعة عايز عبدالله السعيد النوع ده اللي هو شايفه على طول بيسمر على سرعاته اللي هي التفرق عن الاتنين اللي بلعبوا ورا هو الراجل ده عايز حد تشايفه وانا بشوفه في التسخين ابوص ليه راحل صالح جمعة يقولي يا صالح مش عارف ايه وعايز يعمل لغة احنا انت عارف اعنا بالمبعدين مرقبين الحركة كلها بتاعت كل فيه اي لعيب بيعمل ايه ارضية الملعب كمان بتفرق مع اللعيب اهو ودي صالح بص ودي ازارو ودي جو اه ده الكلام اللي ياسه بقوله لك انا اه بشوفهم قبل قبل بضربة البداية بيتفق بيتمنى منه شيء معين او بيتمنى منه تركيز صالح عليه شوية اهم ان هو اللي حيادر يعملتش دعوة اه ابعاد لأ بقوله خد بالك مني انا لما بجري اعمل لي الكرة مش عارف ايه صق فيها او خلي عندك رؤية ليا وكمان في حين زيقولك حاجة ده لو جاب جول في اول المطش بيفرق كتير اوي صحيح يعني لا بس خلي بلاك عشان تسير حاجة تانية برضو دور على المطش وشوف ارقامه حتى لو بيسجلش بتلاقيه بيصنع اهداف ايوة ده اه ولو ضربات جزاء اه يعني يعني مباراة المصر يكسبينها تنصف سالح حرس الحدود اه اعمل الهدف لصالح جمعة وراكل الجزاء برغم انه برضو اقولك ضيع فرص سهلة بس برضو بتلاقيه مؤسف اه معلش انا لعبت قليل او في الحتة دي واجدت فيها يعني شوية لما ما عندناش مسلا راس حربي موجود او لازم انا اخش جوه يعني انا لو لعبت في الحتة دي ومطشين يا اسامة انت لعبتهم ما جيبتش فيهم جوال اه انت هتلعب تلت مطش ازاي انت هتلعب انا انا معرفش انا راس حربة دلوقتي في الفرق ازاي كابتن عادل اخش انا راس حربة ومصنب باز الشكل واسامة حسن ازاي تيك جول تيك وفقعت الفرق صحيح ومختلف وفي مختلف الفرق مختلف الفئات سيادتك بقى بتلعب مع مين مع النادي الآن اقوى بيلعب مع اقوى اطراف سالداني بيلعب مع احمد فتح ومحمد هاني وباسم علي وبيلعب مع عالم علول وبيلعب مع ايمان اشرف وبيلعب مع محمد محمود العيد كل دول بيشاره خدمية عنده سيادته انه هو كل اللي في لعب العرضيات دي الحتة اللي انت طلبينها من مروان طب مش معنى مروان لما بينزل عشرة دايه خمس دايه بيبقى في الحتة دي اكتف اول ما عرفش هو وحفظ من بره هو حفظ من بره ونادل الفرق دي بتلعب ازاي بتاعتي بص انا راس حربة كل مطش ما جيبش جون يبقى انا مروح متضايق مش متضايق مستنى المطش الجاي باي شكل انت عارف يعني زمن اتعادل المطش دايه ازاي اتعادلنا يعني ما يحصلش يعني ما ينفعش صحيح اهو جايبه لك المخرج على طول يرد عليها يقالك لازم يبقى كده بص الشوطة عاملة زاي الجون ويت بتفرج عليها يا جوز انا مركز عايز ارجع كابتن طاة اسمعين لأيام دي من اخر ايام ده اخر جون جابتو مع نادي الاهلي ده من من طبعا الجون ده ده من اللي جون فيها الجون ده كنت مراهن كابتن صالح سليم علي الله يا رحمه الجون ده بص انا راس حربة بص بحطها بدماغي انا هنا في الراس حربة بخش جوه الجون ده طبعا ده صعب على اي حد جون ده عبنا مع مرة كان محافظة كان محافظ اسمعيلية اه فبيسلم عليها قبل الماتش وحنا وقفين في بقوله ماليش يا سات المحافظ انا بقى احنا لما بنتشحن ما بتشوفش قدامنا بقيت سات المحافظة انتو هتنام مبادر النهار قليت على طول كده فبعد الماتش روحت له عملت انا فاول لمجد عمغاني شطها الليها جات طلقة برضو في الماتش بسيبنا اتنين فروحت له بقى قلت له انا قلت لك قال ليه دعا بس ازاي تروحه لو عليا لا انت الماتش اللي فاكرهولك بقى وكان فعلا ده ماتش شريف عم منح اه السويس اه ده اول ماتش في الدورة اللي كسرت رجلي فيه ده حكاية تانية انا ده مكانش ده حرامني انت عارف حرام مصر الماتش ده من ايه حرام مصر انها تروح كاس العالم انا كنت مركز عشانالعب ضد تونس اه وهناك اه وكنت احطي التميم ده قدام عيني كده اه ايه تميم ده انا كنت بقى اللي التميم على فكرة مم كان حتة لعيب كرة صحية اسطورة وانا لعبته قدامه بقى في السعودية كسبناهم خمسة خمسة واحد في التحدي السعودي اي عندما حتة لعيب كرة انا كنت نزل اتحداها نزل امسكه وكمل انا اه عندما يلعبش كرة الاول انا كنت عائل شغير بقى عندي 19 سنة ولا 18 سنة ايه وبعدين انا كمل امم وكسرت رجلي في الماتش بتاع السويس بتاع السويس ده امم في اخر ثانية بس انا اللي عملت كده في نفسي يعني انت غير محظوظ في السويس يعني انا اللي عملت انا جبت جون طاير طبعا نرجع بالفرصة اللي فاتت دي لا بص بقى لا خش بقى على الكرة دي لا خش على الكرة دي خش على الكرة دي شوف لما تبقى بتبص للكابتن بتاعك وتعملها له ازاي وهو بقى بيديك الهداية وبيستقبل ازاي يعني كاية تانية خالص لغة تانية خالص السويس ده فعلا جون اللي جابه لان انا كنا معنا شو احسن حالاتنا يعني يعني الماتش ده كان صعب ده كان بداية الدورة جبنا ثلاثة جوان انا عامل اتنين لطاير وانا طاير مصطفى عبدو عمل كرة بعيدة اوي وانا اسبرينت فمش عارف الحقها استاذ ابراهيم رحت طاير بتاع ثلاثة اربعة متر وحططها في المقاص الناحية التانية انا ما شوفتها ايش باوية بتخش انا كل اللي شوفته طاير الشيخ بيحضنني اه وطوله هو في ايه قال لي جون انا ما شوفتها ايش شوفتها طبعا بعد المباراية الحظ كان وحش يعني شوف شريف عبد منعم كابتن شريف قدراته عسامة يلعب دلوقت يعني من اللعبة القليلة اللي سبقت عصرها بمدة طويلة قدراته اللي لعب بيها في التبانينات هي بتاعت لعيب الكرة الحالي القوة والسرعة والمهارة ما اعتقدش دي توفرت لناس كتيرة كان ناس كتيرة عندها مهارة عادية بس القوة قال السرعة قال كنا اياما بنتفرج على الهولندا كنت متأثر بكرويف او انا حيث تلعيب كرة اصول ما كرويف لا طبعا طبعا يروح ويرجع ويعدي ويعمل ويشوت وي لا وجسم قوي كان حاجة فالواحد كان بيتمنى بيتفرج طيب علشان اتكلمنا على كابت الشريف عمين عم الراجل ده الراجل ده بجد يعني اه انت طلعت انت فضل بس فضل سبعك ولا فضل بقى مدير البطولة ده فضل سبعك شبك انت قابل فضل قابل فضله بعد كده هو الصعد بعدين المدهش المدهش يطلع اتنين ناشئين والاتنين في نفس المكان وبالاخلاق ده طبعا الاخلاق سعدتهم طبعا كمان بس بس فضل هدر والرجل ده هدر يعني بيقوموا بنفس الدور ده ده قناة ده وانا فاكر لوكوا ماتش انتو الاتنين انتو الاتنين جبتوا جواني الماتش ده ده خلي بالك في وقت من الوقات كان خط هجوم الناد الاهل كله من الناشئين يعني يسامة حسني كان احمد بلال ده شخصياته هو يعطي بولا احمد فضل كان فيه ولد كمان اسمه احمد جلال على معطاقك شارعية كان من الناشئين اه ده نجم السحيلي ده ده نجم السحيلي فكان دايما يعني الخط الممول الفريقه كان هو قطاع الناشئية احمد جلال ده ده كان عليهم مشكلة كبيرة اه اتوقف سنة فلعب كتير خلال الناشئين ده كان في عنينبا انا والله الالعب ضدك ممسكك يعني انا ولا حس ان هو ده ده قنسه بيسرع ده سنة في الوخمسة كان عنينبا ده بطل افريقيا لمدة سنتين وارا بعض فحتى لما احنا اخدنا البطولة في الفين وخمسة جينا في الفين وستة كان عندنا تحدي كم مصر وانا قال لنا عايزين نعاد الرقم عنينبا لناخد البطولة سنتين وارا بعض اناك واحد سافروا هنا اه 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 ده من الجوان الفضل بقى ده الجوان اللي انا وفت انا الجوان ده فاكر لما وقفت انا اه بقى فالاستاذ ها ايوه خلاص بقى والتاني ده لكيبها زي لا كان فيه توقيع كنت تتكلم انت على المهاجم اه بص واقفين يعني بس اللي بالك برضو كنت شايف انا هارجع اقول لك عشان وليد اظاره وعشان لوحد لا في حيطة دي بالرغم انه هو يعني ممكن بيضيع لكن انا انا كمهاجم لما انا ما وصلش مقدرش يخلق فرص هو ما شاء الله بيخلق فرص كتير ده اللي اصدع عملية التهديف هتيجي بتيجي بالتمرين الفردي ما بيخدش حقه ده لو بتديره ضربات الجزاء اللي استعقاها كله ما تشلوه ضربات جزاء لو كمان المجهود اللي بيعمله في المباراة لا بيعمل مجهود جبار بيخلق فرصه وبساعد كمان زماله انه يقدر يعني يا انا ما اتمنى منه بس مجهود اللي يبقى اخواته لما بيعملوا ضغط والاهل بيبقى كابس وجاول عرضية يهتم اللي ونبي يجيب لي الجول عشان ايه الناس دي ما تفضلش واحنا مش هنزل لغاية ديئة تسعين احنا عدنا تات اربع مطشات في ديئة تسعين دي انا مش محتاجينهم حقيقة بيروح من اول اه سبعة اتمن دايه ستين مرة عالجول في ايه يعني انا من حقك المشاهد دلوقتي انا بيجي انا مش لعيب كورة انا يا لاوه دلوقتي بروح المطش وبتحرق دمي اه سيبك مني اه انا عايز الفيرود اللي يبقى في المنطقة دي يخلصني بدر بدر دي صحيح دي انا بقف مع الناس الدورة يا اهلي يعني انا مع الناس ليه بانسى نفسي وبانسى الدنيا والناس كلها كلنا بنروح نتفرج بننسى حنطلع فاصل هنطلع فاصل هنرجع هنطلع فاصل انا معاكم لسه هنرجع تاني للبطولة الافريقية بس انا كنا حابين ان الناس تفتكر اللعيبة للعبقرة اللي جات النادي اللي هالي مشكورك والله وميزة كل واحد اه فبعد الفاصل عايزين بقى اهم الظواهر اللي رصدها كل واحد فيكم عن البطولة افريقية بعد الفاصل بعد الفاصل ستعرف انه احنا لو تصدرنا مجمعتنا هنلاعب اول المجموعة الثالثة يا اول التالتة يا اول الرابعة يا أول الخمسة ده لو احنا تاني ده لو انت اول المجموعة لو اول المجموعة هتلاعب ثالت ثالت واحدة من المجمعات الثلاثة تلت المجموعة التالتة مبدئيا المجموعة التالتة فيها جزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا جزائر والسنغال أول وتاني يا تنزانيا يا كينيا ده لو المجموعة دي طلعت تالت لأنه انت عارف انت هتصعد أول وتاني كل مجموعة وأحسن أربع توالد يعني فيه مجموعتين مش هيطلع منهم توالد وفيه أربعة هيتاخد منهم توالد فحسب النتائج في كل مجموعة المجموعة دي لو طلعت لك تالت هيطلع يا تنزانيا يا كينيا فلو طلعت يبقى أنت هتلعب أول حاجة واحدة من دول المؤشرات والنتائج واضحة كده طيب تالت المجموعة الرابعة لو التالتة مطلعش منها الرابعة فيها المغرب وكودفور وجنوب أفريقيا ونميبيا دي ممكن يطلع منها دي أنت ممكن تلاقي نفسك مع جنوب أفريقيا ده أي بلوة أي واحد متفرع دي هتوبها مشكلة يعني مرشح أنه جنوب أفريقيا تدخل تالت لو المغرب وكودفور حجزوا أول وثاني فأنت ممكن تصطدم بكودفور عندك المجموعة الثانية أنجولة لو أنت بتكلم بقى لو تونس ومالي صعدوا أول وثاني عندك أنجولة ممكن تبايا أنا مشيك أنت أول أنا بكلمك على أهمية أن أنت تطلع الأول المجموعة دي فيها تونس الخامسة فيها تونس ومالي وأنجولة وموريتاني موريتاني هتبقى بعيدة أنت ممكن تلعب تونس في المجموعة دي لو تلعب تالت أو أنجولة أو تونس ومالي وكود أول وثاني منطقيا تونس ومالي أول وثاني يعني حاجة مرعبة جنوب أفريقيا أو أنجولة حتى الآن كلهم تصنيف أول مرعبة هي يا كابتن عادل أصبر بس علي أنت هتقولي أنجولة وتقولي ناميبيا مش أنجولة أنجولة باللي قدمته النهاردة مرميشت باتها ما تجري زي ما تجري ما يعملوا أنت يا سيدي كويس يعني شوية تفتك الفتنس كده واللي قدامه مش عادة اللي قدامه إيه فوز أغاندا فوز أغاندا على الكنغو خلتها هي أول المجموعة هي اتنون سفر وانت واحد سفر في الخوف أن أنت تطلع تاني لو تلاتت تاني ما بقتش فرق أو لا لو تلاتت تاني بالأسماء اللي شفتها هتلعب مع آآ تاني المجموعة الأولى تاني فين؟ سنغالة famine هيلعب خامسة يليو مع الثاني المجموعة الثالثة تاني المجموعة الثالثة آآ اللي هي السنغالة وجزائلة يرح الحق passwords اللي HUD أنا ما عنديش شريك مروس أنا بخمسة وطمانين ألف دول هراوحهم تاني أزاي دا أنا هراوح جماهير دي كلها تاني متعجل في ماتش او مغلوم ماتش اذا محتاج تكسب الماتشين الجديد فوز كويس لا انا بقولك انت لو طلعت كل ماتش ليه العدة بتاعته ليه الشكل بتاعه طيب بدايتها يوم الاربعة مصر الكون والديموقراطية انا بقولك الكون منافس كبير ابراهيم حاجاتك بتكلمني اه احنا عندنا سبع ماتشاط مش كده باية البطولة سبع ماتشاط نوكاوت احنا مش شايفين قدامنا احنا امكانياتنا كلعيبة وفرديات جمال كابتل عادل احنا نملك تنظيم بس ما نجينش على التنظيم واللعيبة تحس باللي احنا بنقوله ده وساعد اللعيبة كمان بتاعته تحط فرقة ما بتساعتش بعض بتاعته بتحط طريقة ما بتساعتش بعض تاعته عندك اللعيبة الكلها الكويسة دي تبتهاش الاتجاه ما بتبتهاش السكة هو ده بس اللي نقصك وهنتعلم امتى لما يحصل نص ساعة ولا تلت ساعة زي اللي تشوف نها في اول مباراة نازم تصحح احنا تحدينا بشكل حلو اوي تحدينا بشكل كويس ايه اللي حصل لك فراغ في نص المعرفة حتى تغييرات الناس اللي نزلت مضغوطة نفسيا هو ده خلاص الملعبة ما بتفركش وليه يعني او ما نزل الكرة تقطع يا شريف انت راح ملعبة ما تفركش عشان تلمه دي عملية صعبة جدا يعني مش دي مش سهلة يعني غير كده انا عايز اقولك الحاجة نجاح زي ما قال لأوسامة التحكيم والفرق والشكل ارضية الملعب بالزبط سمحة للعيبة كلها انها تقدي تقدي بمزاج انها تشوت رجل بتعمالي النهاردة من احلى اللي جوان اللي انا شوفنا في البطول دخل ناحية اليمين وحط واحدة بشماله ما شاء الله رايحة في المقارس حاجة تفرح يعني فالارضية كمان ميديانه ومساحة انه يلعبه عرضيات وكرة صعبة لانه في مساحة هاي دي الارضية اللي احنا اللعبنا عليها الدورة اللي فاتت ده اخدنا بقى ده اخدنا ايه عملية الشوتينج احنا ما بنشوتش من بره انك ارضية الملعب سكيتنج ايه لو عبدالله تعيد ده زبط واحدة الجون مش هيشوف لا عبدالله بيشوت ولا اني بيشوت والاتنين عندهم المهارة دي التفكير جاي من العرضيات الكتير مش من التحضرات حتى لما بيوصل صلاح التدعيم اللي جاي على خطة منتاشرة انا مش شايفه كتير يعني مش شايفة لا مش شايفة اه يعني كرة لما بتروز فينا سولية في ملقالة كون احنا بنستقبله ونعمل اه يعني هي انجولا النهاردة اجهادت تونس بالطريقة دي انه كور كور كل ما الكورة تروز تروح لانجولا ايوة اه هو كمان عمل الجو برضو في في السويس اه جو حر فلعب تونس مش متعودة على الجو الحر عكس لعبة انجولا اللي ظهر الفرق ده في الشوط التاني يا كتير عاتلي الشوط التاني كان انجولا وافع لرجلها السرعات حتى التغيير تغيير كمان بتاعت جيرالدو بالرغم انه برضو مش اقولك ظهر بالشكل مميز جدا لكن كان اللي عمل ما خدموه اه بس الكورة لما كان تيجي في رجله بيعمل خطورة من ناحية يعني طلع كم كورة كده بشكل مميز لكن بالرغم انه ما ظهرش بشكل مميز لكن التغيير بتاعت جيرالدو الشوط التاني العام للبادن يساعد اه انجولا منتخب مصر ماتش اللي جاي لا بديل عن الفوز الحاجة التانية اللي هتاخدنا بقى عشان دايبها درس للعيبة الممارات زنبابوي كنتموك تخلص اثنين ثلاثة نكسبها لو كناك كسبنا اثنين ثلاثة كتزيناك اول مجموعة فعملية اضاعة الفرص النهاردة ما يساحش ان طول عمرنا اه فرق جوند هيبدل معزبنا نحنا النهاردة ده لازم يبقى في حسابات اللعيبة يعني الهدف اللي خرجنا بفرق جود مصدرناش بفرق هدف يعني اول تلت ساعة لو فيه تركيز وفيه توفيق ماتش كان خلص ثلاثة وروحت بقى لعب برسالة في حتنين طيب انت شايف انت شايف ان احنا يعني الفرص ضاعت عدم توفيق ولا برضو لعدم التركيز وبرضو فكرة الاهتمام قوي او احنا كنا مستسهلين الضغط الافتتاح يعني الضغط اللوع على اللعيبة مباراة الافتتاح ومطالب انك تكسب وعايز مستعجل المكسب دي كلها عوامل جوها اللعيبة لما كرة بتيجي ممكن احطها بالسهولة بطن الرجل في الجول لا بحط فيها اوة زيادة مش مكتلوب علشان اضمنها لا اضل الله سعيد بيحطها باوة زيادة عشان اضمنها فتلاقيها في السماء فوق او تريزي جاي عايز يحطها بتركيز عالي يحطها في الحتة دي فلاقيها فالنهار ده هي الضغط بس اما المطش اللي جاي خلاص انت اكسب المطش جاي خلاص يعني دخلت في جو المطولة ان شاء الله التركيز بداية المباراة في الفرص اللي هتتخلق تقدر بقى تسهلك المباراة تقدر تكسب اتنين وثلاثة وكمان لما بتكسب وتجيب هدف بدري بيحطك في حتة تانية في الاداء بقى تقدر تستمتع بالكورة تقدر نشوف النين بدلا ما هو على طول المطش اللي فاتتوا انت كسبان واحد صفر ويف جنب طرق حامد خايف يتقدم فعنده تعليمات لا اقف شوية واامل لا ولونت كسبان اتنين ثلاثة هتلاقي طرق حامد اللي واف بس وهتلاقي ان اني بيزيد مع المهاجمين هتلاقي فيه تكملة هتلاقي الباكين دايما بيزيدوا لكن برالي مطش اللي فاتتوا انت كسبان واحد بس بدأ يغير خلاص انا في الشوت الهوان يا بسامة يعني من كتر ما احنا كنا حاسين ان احنا هجيب جنب في اي وقت ده فيه كرة المحمدي ومحمود علاء ضيعوها على بعض عزموا في بعض كده لا نطوا مع بعض نطوا مع بعض يعني الكرة كانت سهلة جدا ضيقوا بعض فيها ضيقوا بعض فده كان احساس قوي ان لا انا هجيب بون استعجال شوي بس انا هقول حاجة نفس الروح بنفس الاسلوب الطريقة احنا و احنا بنلعب المباراة الاولانية دايما بنبحث عن هوية عن هوية اكتشاف الملعب هم اكتشفوا الملعب بناحية اليمين اكتشفوا الملعب من قرب الخطوط شوية اكتشفوا الملعب ان الفرقة اللي احنا بنلعبها ولا حال مستسلمة انت هتكسبونا امتها ايوة كل فرقة بنلعبها تقولك انت هتجا السمع بتاعتكم القوية بالجماهير دي بالدنيا ما تخلصونا بقى ونخلص ونشوف حالنا في المباراة اللي بعدها وازالك أنه كنت خايف من دي أن مع تقدم الوقت الجرأة تبتدي تيجي البحث عن الهوية في الملعب كانت عشرين خمسة عشرين مالجيوسين اتتركتله على تحليل جملة كده قال لهم قال لهم مصر لما كسبتش الشوت الأولاني كان حيبقى فيه صعوبة من المصر يعني مش هو بحقدر عاود في الشوت تويت الهدف نموذجي صراحة في الدياعة سبعة وتثينين ونواتين قبل ما يخلص في خمس دقائق مصر بتلعب كرة قدام الفرق الكويسة أحسن من الفرق الوحش طبعا أو الفرق زي موريتانيا كده وتنزانيا بيلعبوا كده بيقدر يجي معيك يعني بيفتح خطوطه هنا بقى هنشوف صلاح بقى حاجة دانية هنا هنشوف تريدي جير لا صلاح خلاص بإذن الله يعني هيكون استردد كامل طاقته طبعا وحاجة تانية حاجة تانية عدل بنسبة صلاح دلوقتي وشوفناها في مورات زنبابون وقت لقى في كل مورات البطولة محمد صلاح بتلاقيه دايما واحد معاه أو اثنين يعني لما بيلعب ناحة المين ما بتلاقيش رباك ليفت يزيد دايما وقف معاه والمساك التاني رامي ناحية محمد صلاح برضو فبيلعب ناحية اثنين لازم أجيل المطشط اللي جاية إزاي يعني يحل الموضوع ده عشان يقدر محمد صلاح نقدر نستغله بشكل أفضل عشان كده كان بسقطه يعني لازم يدخل لهو بقى ويسيم حيط الطرق دي للباك إنه يشتغل فيه هو كان بسقطه ولا صلاح هو اللي بيسقط نفسه عنده خبرة طيب هل تتوقع أجيل يبقى فيه تعديلات على التشكيل اللي بدأ بيه في البداية المطش اللي جاية دا أنا بقول لا والله لو غامر وعمل القصة دي غير بتدعيم أنا يعني شايف إنه لما شاف إنه يكون قديم الشرقة مش كويسة أوي أنا شايفه إنه يلعب أربعة في نص ملعب يلعب ثلاثة أربعة ثلاثة لا مش وعنده مني جواكر إنه يعدل جوا الملعب مش متوقع يغير بس هل الأفراد يعني هل ممكن يبقى تحكمل وحيد يعني لو غير قدلي عنصر واحد بس إنك تلعب في التشكيل مش مستحب مش مستحب دفاعيا الحمادي أخوة تعمل زي مراهنت إنه هو عبتلي بعمر جابر وحيبيع كابتن الفرحة صعبة أوه ممكن يعني هي يعني احتمال لكن مش يعني الأغلب حيبتدي بنفس التشكيل غالب ده الأفضل بدل اللي بتديت في مشوار بطولة ما عدش على عد التشكيل وليد سليمان ما زال وليد سليمان هو البديل الجيد يعني بس على حسب ظروف المباراة كمان يعني هم ولا أنت هي رأيك يا كابتن عادي أنا معرفش لا طبعا وهو لسه وليد برضو حييجي ظروف المطش وإنما تنزل المباراة وحصل لك دروب وإنت نازل مش إنت اللي حتك مش إنت اللي حتك هو وليد سليمان حيصنع الفارق لوحده أو تريزيجي أو صلاحة لازم الفرقة كلها كانت تبقى مع الضمة الوان تو السلاسيات يعني أنا كان من أيام عبد الله ما كان بيلعب عندنا كنت تلاقيه عنده لغة دايما كان أجايف حالته كان سلام علي معلول في حالته ناحية الشمال كنا بنعمل مسلسات وطلاقي واحد من الثلاثة بيجيب الجول على فكرة كل واحد بيبدع وليد عبد الله جاي كان حاجة بيبدعه لأنهم كانوا وصقين في إمكانيات بعض أنا الحتة دي كانت تايها عندي في فرقة المنتخب شوية إزاي نسلم بعض إزاي نستلم من بعض أنا أتصور بقى اللي تيالي حيؤدي مباراة أفضل أتصور يعني عبد الله سعيد هو تريزيجيه حيكون أحسن من كانت لا تريزيجيه كويس لا حيبقى أحسن اه يعني تريزيجيه يعني من أكتر الناس ده هو أنا عايز أقول له أنت مش محتاج تثبت حاجة بحيث أنه عايز يثبت حاجة لا والراجل اسم حمود علاء ده برضو اكتشفنا أنه هو هايل عنده سبيرت عنده سبيرت هايل مع الاثنين دول الحقيقة عندهم سبيرت بيخلي اللي جنبه يغير يعني خلي اللعيب اللي جنبه يغيرت حجازي لما حجازي أول ما تخابط وعمل مثل كده دي قلت الكسرت قلت اللي جنب دي الكسرت لأن شفتها بتلعب في يده قبل ما تجيب دم هو بيعمله كده شفتها بتلعب في يده يعني قلت له دي الكسرت الكسرت مهما زا كان هيبقى فيه نوع من الخوف برضي في التكوف والحاجات فكن كنت قلقان جدا 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 محسسنيش بقى بأي دروب محمود علاء صراحة الحقيقة شايل الدنيا كلها عشان كده خد رجل المباراة هي كده رجل المباراة في واحد من ثلاثة يا تريزيجي يا طريق حامد ياهو هو الرجل الحقيقة عمل وكل حاجة اللي عندهم أنا بحب اللعيب اللي بقى أنا بكلبش من اللعيب غيره الدين اللي عنده ده مدتي اللي عندك خلاص يعني انت مش مسؤول عن اي حاجة تاني حجاز اللازال بيتدرب بالخناعة ده وهيلعب بيه بكرة هيلعب بيه يوم الاربع برضو يا بس خد بالك دي ممكن تخفي في ثلاثة ايام لأس كسر لو كسر دي لو انت فعلا جبستها صح وعملتها بتلم في المنطقة دي ربنا برضو سبحانه الله تعالى في حتة معينة نحنش عارفين يعني تبقى لك اسبوع في حتة معينة ما بتبقاش انما هو لعب عليها فهو خلاص عدنا مرحلة الخوف منه اه يعني هو لعب عليها هو لو كان اتغير كان ممكن يكشي اه لكن هو لعب عليها ودلوقتي فيه ماسك وفيه مش عارف ايه عشان ما تدقيقوش نفسيا كمان نفس حيطة دي ليه حتدايق هنا في الاصابة دي غير ساعتها توب حاجة تانية التلج لا وهو لعب كدر زورده يعني انا نفس هي بتفري معاك في النفس في الجارب والحقيقة لعب مهم جدا طبع طبع لو كمان الروح اللي هو فيها كان مصير برغم انه الدكتور شاور جازل فني وعمل له كده يعني لازم حجازل دهائي هو ما صمم لا لازم اكون موجود في الملعب فدي برضو روح وريح الفارع ببصراحة الحتة دي عندنا في المنتخب فيها كده العب كويسة عندهم روح وبيقدوا فيها كويسة اوي يعني مش قلقاني الحتة دي اوي اكتر ما انا عايز اشوف اه دونجة في الملعب وطارق ونني وعبدالله يبقى اتصرف اتصرف بقى ما انت اللي حضرت لنا تلاتة اربعة تلاتة دي طول عمرك من يوم ما جيت ما احنا كنا بنينها على طول تلاتة اربعة كنت تهيب على حساب السنتر فروت مش هيبقى عندك عندي سنتر فروت ده نحيل عب بتلاتة وارا وفا اربعة في النص مع واحد بيسقط كده طريح حمد شوية مع حجازي بياخد الكرة منه ويعمل لبرو زي عبدالصادق عنده اتنين علي عبدالصادق لعبه جرسي ويطلع اتنين لعيبة كرة زي دونجا ونيني مع عبدالله السعيد بس هيبقى ريسك منه انه هو يلعب في العب بعد ما خد كل الفترة وبيلعب الريسك ده مع فرقة زي السنغال فرقة انت شفتها عندها في نص ملعبها حاجات معينة برضو حيرجع يلعب اربعة في النص لانه مش هيسمح لهم انهم يمسكوا عليه كرة انت عندك فيتل عندك في فترة من المباريات لو خلي بالك انت ممكن تستغنى عبدالله السعيد يبقى هو طريق حامد ودونجا ونيني ونيني هو اللي يقوم بالدور بتاع عبدالله سعيد يزيد خاصة انك هتلعب بتلاتة قدام لو لعبت بصلاة ده ممكن يكون تدخل مراوانة واحمد علي عند النتيجة ممكن يقامن بكده بس احنا برضو كابتن تايه عننا الناحية التانية ما هو الكنغو الديمقراطية فرقة تقيلة فرقة كبيرة في البطولة دي زائر ده الناس اعتقدت من المفاجآت اوغندا تكسب الكنغو اه وكانت تفسير انها استهالت باوغندا ده كان متش ملاكمة اه فرقة حضنة فرقة وقعدة تديها والتانيين بتفرج عليهم رميني اتنين قدام على مسافات بعيدة قوي انا مش شايف الكنغو دي يعني اي حاجة خارس من اللي انا كبير ده يمكن بالوقتي طبعا ده يمكن زمان ايما خده ارمعة وسببين احنا اش نتكلم طبعا على كاميرو ما شوفنا هاش نصا كاميرو وغانا وغانا بوغانا انا بالنسبالي ودول فرقتين لا يمكن تجاهلهم طب اي حال اتنين من قولة ازمة اتنين انا بالنسبالي اتنين من قولة ازمة في البطولة مصر والكاميرو وغانا ونيجيريا خلينا نقول حاجة تاني كدفار برضو النهاردة ساحل العاج لعبوا النهاردة وكسبوا برضو في اخر المباراة كسبوا جنوب افريقيا النهاردة انا شوفت شوية مشروط الاعلاني بس الشوط تاني ممنحقش مستعتش نقدر نقول لسه البدايات برضو يعني انا ما شدونيش لسه برضو ما عبروش عن نفسه من الفرق البطولة ده زيادة الفرق الاربعة وعشرين احنا شوفنا مستوى رابع يعني لولا الزيادة ما كنتش هتشوف لما ده غشقر ولا موريتانيا ولا برونديا دول فرق المستوى الرابع اضافوا ولا قللوا قوة البطولة هي من ناحية هي ناحية السوقية بعد يعني ناحية السوقية انك تقدر تلعب مباراة اكتر فبتدخل داخل اكتر ناحية السوقية ده مهم جدا بس كمان انت خلقت فرص لفرق عمرها ما كانت عتيجي فدي حتنقل حتنقل الفرق دي في حتة التانية بس خلي بالك البطولة كانت قابل كده لما بتبدأ كانت بتبدأ من اول مباراة خلاص نار مفيش ان انا سخن لسه داخل بسخن في البطول انت من اول لحظة لأ انا تلاتة تلاتة نقاط عشان اقدر اكمل بيه بتلاتي لأ انت النهاردة ممكن تلاقي مالي بتلاعب مرة تانية مباراة خفيفة شوية بتلاعب السنغال بتلاعب تنزانيا او جزار بتلاعب كينيا فانت لسه عندك فرص انك تدخل في البطول فهي من ناحية القوة البطولة لا يعني كانت قابل كده عشين فريقة العملية افضل طبعا لكن لو من نواحي التسوقية وكل خليبات كل دول العالم دلوقتي يفكروا كان بطل الدوري والكاس هيعملوها زي دورة مجمعة بطل الدوري والوصيف وبطل الكاس والوصيف وزي العاب وزي دورة مجمعة يبقى عدد مطشرة اكتر عشان تقدر تدخل فلوسك فكل الاتجاه تبقى تنوح التسوقية تسوقية بس هيقتولوا اللاعبين بياخدوا فلوس صحيح بس بيمصوهم مضبوط يعني بيعصوهم عاصر هو انا عايز اقول حاجة على الدورة دي بالنسبة للمصر اللي هو يهمنا ويخصنا احنا ودامنا دقيقة وهو ده اللي انا عايز اقوله احنا ماتشاتنا كلها نكاوت انا ما عنديش حسابات فيها انا ما عنديش حسابات ماتش بماتشو ماتشو بماتشو والذي ماكسب ماتشو بماتشو والذي ماكسب واحد بقى اتنين تلاتة اربعة حسب انا ادائي وحسب توفيقي في المبرأة انما انا نازل كل ماتشو ماتشو بماتشو ما عنديش حسابات تانية ولا عندي حكاية التالت ولا التاني ولا الحاجات دي انا بعمل التسع نقاط زي ما يحصل ولو كسبت غانة اه اغاندة خلاص انت طلع انت اقول مجموعة ملاكشو تحبقية اه فهي دي المبدأ بتاعنا اللي انا بتفرج فيه على البطولة كلها بالنسبة لنا احنا يا جوز فيه ما تشاطي انا ما متفرجش عليه انا مش اروح اتفرج على بروندي ومدغشكر مثل مش مش حاجة نفسي انما حاجة نفسي ان انا ابحث عن جودوفور عن الجزائر عن السنغال عن بقرة الدوق اللي انا عارف ان انا حقابلها عشان اخذ البطولة ومدول اللي احنا حنبعث مع بعض يبقى فيه جهاز فني بقى مساعد للرجل الجريدة شايف الفرقة دي هو اللي بتفرج وعارف الدنيا هتيمشي معانا زي انا لا تقول لي كنغو ولا تقول لي اغاندة ولا نسمع احنا نطلع تاني ولا نطلع تاني دي لغة مرفوضة تمام فقط الاول شريف صادر على الاحتمالات كلها لا عنديش احتمالات المكسب يا المكسب لا المكسب بس المكسب هيجي ازاي لما احترم الكنغو ولازم ما ادرس الكنغو واعمل الف حساب للكنغو واشوف نقاط الكوة وقفة ونقاط الضعفة والجينار التوفيق في الاخر طبعا يبنى عملت اللي عليها وهي خلي بالا التوفيق علي العود علي العود لو هتقول لكنغو وادرس واعمل اللعيبة بتاعتك دي دول دولوقتي احنا معانا عساكر انا عندنا لعيبة نازلة ما بيحسوا بالاي قلق انا عارب ما لايهم كلهم فقط ما طلع استمتعنا بيكم جدا وشاكرين شكرا جزيلا لكابتن شريف عبد مانعم والكابتن عسام حسني عندك اضافة لما فيش بقى غير ربنا كرمنا انا بتعايز اولي حاجات بيني وبينه اسرار بس لا لا ده حاجات تانية نتمنى يوم الاربع ربنا وفانا عشان نقلل نعمل حلقة ذات طعم خاص يوم الخميس بإذننا هنعز بس ان شاء الله لما ناخد الدولة تستوضفونا برضو هانا لاثنين عشان نتكلم بقى لا ده ده حاجات تبقى سالون محترم بإذننا دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطرا شامخا وعلى خير ان نلتقي مساء الخميس القادر ان شاء الله اسبوع على خير ودائما النصر النصر اشتركوا في القناة